السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة جميعا بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنشرح موضوع البيبولر الشرح الكامل بتاعه طيب تعالى كده كمقدمة نفهم ايه هو البيبولر لأن البيبولر من الامراض التقيلة شوية الصعبة شوية اللي هي ممكن تاخد مني نواقات كبيرة عشان نفهمها ونستوعبها بالشكل الكامل علما أن العلاج بتاعها وأصل المنهج حاجات بسيطة يعني مثلا وجدت فر معايا كده في الورق اللي قدامك ده هتلاقي كم معلومة على الليثيام مهمين عرفتهم يبقى تقريبا كده بتعرف نص المطلوب منك طيب خلصنا الليثيام هتنزل على تحت تعرف كم معلومة على مضادات التشأنك عرفتهم شكرا هتنزل بعد كده على كم معلومة على مضادات الاكتئاب عرفتهم شكرا يبقى كده الموضوع خلص فالموضوع بتاع البيبولر فيما يخص الامتحان سهل يعني حاجة التابعة الامتحانه كده هم كان فكرة بسيطين سهلين تعرفهم واغلبهم بيكونوا على الليثيام ده هو بيحب يسأل على الليثيام كتير لأنه هو ده الجولد ستاندر يعني المرض بتاع البيبولر ده أحسن دواء يعالجه هو الليثيام فبيحب يسأل كتير عليه تمام فأنا مش عاوزك تشيل الهم فيما يخص الامتحان لأن اللي يخص الامتحان هم ما يكملوش خمس ستة أفكار لو حفظتهم يبقى انت كده معاك الامتحان في جيبك ومش بتغير عنهم ده بقى الميزة ان ما فيش ايه ولا تركات ولا غيره هم كان معلومة حفظهم ويبقى كده الموضوع في جيب ولكن لو سبنا بقى الامتحان وجينا في الشرح الكامل عشان نعمل اللي احنا بنعمله كل مرة ونشرح المرض ده ونزبطه في دماغك حق التزبيط هياخد مننا وقت كبير جدا جدا فأنا بقى عايز الناس تكتب لي دلوقتي واحد على الشات عشان اتطمن ان هما مستعدين يسمعوا معلومات من برا المنهج من شأنها تفهيم فقط وليس لها اي علاقة نهائيا بالامتحان يعني كل المقدمة دي في الامتحان تسوي كم؟ تسوي صفر يعني لو قلت ساري بواحد انا موافقك اما لا ايه دكتور بتشرحها ليه من باب العلم بالشي بس طيب انا يا دكتور ما عنديش وقت اسمعك كامل والتفاصيل دي خلاص بقى روح على المكسف اسمعه هتلاقي فيه تفاصيل قليلة شوي لا يا دكتور انا مش عاوز اسمع خالص تفاصيل كتيرة انا عاوز انشن بالزبط في المنهج بتاع البورد بكلمة اللي هتسأل فها في الامتحان خلاص روح على الفيديو المميز اللي هو السمر فاحنا حطين تلاتة ليفل انت بتشوف الليفل اللي انت عايزه ايه؟ اطباع مختلفة واحد طبعه يحب يسمعك كامل لا يدخل مزاجه المكسف ولا المختصر واحد طبعه يسمع المكسف بينصص اللي هو عاوز حاجة نص نص كده واحد تاني يقول ما يقول لك لا يا عم انجزني بحاجة وقت دي فده معاك وده معاك وده معاك انت اللي بتختار انا يعني زي ما اقول كده احطين كورس متكامل يناسب كل البشر انت بقى تشوف نوعية البشر اللي انت منها وتخطأ انت الناس بتحبك كامل اسمعه بتحب المكسف اسمعه ما عندك شوية عاوز تنجز وقتك اسمع المختصر خلاص الحتة دي بأكد عليها كل مرة ليه؟ عشان انا من واجبي ان انا افهمك ايه اللي موجود قدامك عشان لما تيجي تختار تختار صح للأسف بيقابلنا مع كل جروب كم واحد كده مش كتير يعني اتنين تلاتة كده بيختاروا غلط ولما يختاروا غلط تلاقيهم بقى بيشتجوا لا ده الوقت دا يا دكتور مش قادر ان انا لاحق في المذاكرة طيب ما انت في ايدك مختصر في ايدك مكسر ليه زنق نفسك في الكامل اللي بيضاعي وقتك فشوف اختار صح عشان تمشي مرتاح معنا في الكورس وما تحسش ان في حاجة في ايدك خالص طيب تعال بقى على البيبولر اللي هو بالعربي اسمه الاضطراب الوجداني او ذهان الهوس او ذهان الاكتئاب او الاضطراب ثناء القطبية او الثانا قطبي او الفصام الوجداني كل دي المصطلحات بتعبر عن البيبولر قديما كانوا بيسموه ايه؟ كانوا بيسموه Manic Depressive Disorder اللي هو الاضطراب اللي اكتئاب الهوسي خلي بالك ان فيه فرق ما بين الكلام ده ومرض الهستيريا يعني فيه فرق ما بين الاضطراب الوجداني ومرض تاني اسمه هستيريا هستيريا ده الاسم القديم اللي هو غير مرحب به في الارواق الطبية المجتمع الطبي بيعني كاره لكلمة هستيريا تمام؟ رغم ان هي لسه مستعملة بشكل دارج بين الناس يعني واحد ده اقولك ده كان بيتحك ده احكي هستيري ده كان بيعيط عيط هستيري هستيري يعني ايه؟ هستيري يعني شيء مبلغ فيه تمام؟ اللي هي حاليا بيسموها Conversion مرض اسمه Conversion الهستيريا او الConversion خارج نطاق دراستنا كسا يضله تماما تمام؟ لان علاج الهستيريا في الاساس ما بيكونش علاج دوائي بيكون علاج CBT CBT اللي هو علاج سلوك ووجداني هو ده الحاجة اللي حقيقية اللي بتعالج الهستيري الادوية بتكون Adjunctive بتكون ايه؟ حاجة مكملة تمام؟ فالهستيريا او الConversion يختلك في اختلاف كل عن الاضطراب الوجداني والهستيريا خارج ده تغضي رسيتنا كسا يضله وده حاجة موجودة بس بشكل نادر خلينا بقى في البيبولر اللي موجود مش بشكل نادر لا موجود موجود بقيمة معينة في المجتمع وجدوا ان هو تقريبا واحد في المية من المجتمع من اي مجتمع يعني بيكون عنده بايبولر يعني مثلا من وسط كل مية حواليك هتلاقي واحد عنده البيبولر ده وهو بحداته يعني مثلا اي ممكن تلاقي واحد بايبولر حالة بسيطة واحد بايبولر حالة متوسطة واحد بايبولر على بول اللي هو يعني صعب جدا اخذ بالك فهتلاقي البيبولر ده من جود طيب هو ايه بقى؟ ده اللي احنا اشرحه دلوقتي لماذا يطلق على الاضطراب سنال قد بصفة المرض؟ كل فرض منه يمر بأوقات السعادة وأوقات الحزن هو الطبيعي ان الواحد بيمر بأوقات سعادة وبعد كده أوقات حزن وبعد كده يرجع الى النمط الطبيعي بتاعه اللي هو ماشي عليه طول حياة اللي هو ايه الانسان في المدة؟ صاحبنا ده بتاع البيبولر بيروح على قطبي الفرح والحزن ينفزهم بغباء يعني لما يجي يفرح يفرح بغباء جدا ولما يجي يكتاب يكتاب بغباء جدا تواخد بالك؟ هو ده يعني يتأرجح ما بين قطبي الحزن والفرح بغباء لذلك سموها بايبولر بعكس ايه؟ بعكس الاكتئاب لو تفتكر كده كنا بنسمي الاكتئاب اللي هو الديبريشن اللي هو أول مرض معنا في السيكاتر كنا بنسميه يونيبولر يونيبولر ليه؟ لأنه كان بيروح نحية قطبي الحزن ويستقر فيه مريض البيبولر لا مش هيستقر في قطبي الحزن أمال ايه؟ هيجي له نوبات من الهوس من المرح من الفرحة بس مش الفرحة العادية الفرحة فرحة بغباء فرحة بطيش فرحة بقرارات صعبة ومصرية وخطيرة في حياته تمام كده؟ هو ده الفرق ما بين اليونيبولر بتاع الديبريشن اللي هو ميجور ديبريسي وما بين البيبولر اللي احنا هنشرحه النهار بيقولك احساس السعادة والحزن والغضب كلها تعتبر الأحساس الطبيعية وهي جزء أهم من الحياة على عكس ذلك الاضطراب صناعي القطب اللي هو زهان الهوس والاكتئاب يعتبر مرض طبي حيث يعاني فيه المصابون من تقلبات بالمزاج لا تتنسب مطلقا مع أحداث الحياة العادية التي تحدث له وزيد تدقلبات المزاجية تؤثر على أفكارهم وأحسسهم وصحتهم الجسمانية وتصرفاتهم وقدرتهم عن العمل ويطلق على هذا الهوس الاضطراب ثناء القطبية لأن المزاج فيه يتأرجح من نوبات المرح الحياة للهوس الشديد وبين اكتئاب شديد يعني لما يجي يفرح يفرح بغباء ولما يجي يحزن يحزن بغباء زيان الهوس والاكتئاب لا يحدث بسبب خطأ حدث منك أو بسبب ضعف في شخصيتك بل بالعكس من ذلك فمعظم مبدع العالم مصابين بهذا المرض هي دي بقى اللي احنا عوزوين نقول عليها انك كانوا جايبين كده لستة تقريبا من ضمنها صلاح الجهين يقول لك من المبدعين حول العالم وجايب لك بقى عظماء في السياسة وفي الفن وفي الثقافة والمبدعين والعلماء هتلاقي عندهم ايه؟ عندهم المرض ده ويقول لك اللي هو افضل ابداعات حياته نفزها في فترات المرح دي في فترات اللي هو بيكون سعيد بيكون منتشي جدا 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 لدرجة ان تفكيره بيكون ايجابي قوي انت عارفت تفكير الاكتئاب تفكير الاكتئاب بيكون سلبي صح كده طب الواحد اللي ما يكون فرحان بيكون تفكيره ايجابي صح بيقول لك بقى المرضى بتوع البيبولر دول بيكون لحظات الايجابية بتاعتهم لحظات الفرح بتاعتهم بيكونوا مبدعين فلو جدت تدور كده على مبدعين العالم اللي عندهم الامراض دي عندهم المرض ده تحديدا هتلاقي احسن احلى مقطوع موسيقية عمل احلى قرار سياسي او اجتماعي او مش عارف ايه او لو واحد عادي في بيته هتلاقي احسن فترة بيته عاشها اه هو وامراته وعياله وفصح وخروجات واجابية وكلام سعيد والدنيا حلوة ووردية كده هو ايه الفترة اللي بيكون فيها اه 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 فيها اللي هو على قض الفرح فبتلاقي فيه ايه اه بتلاقي فيه ابداعه وفيه روح في الحياة طيب طب ليه بقى بييجي اكتئاب الاكتئاب بييجي بعد المرحلة دي وعلى فكرة المرض ده من الامراض اللي احنا ما نعرفش السبب ايه يعني المريض دي يتأرجح نحية الفرح ما نعرفش ليه ويتأرجح نحية الاكتئاب ما نعرفش ليه ولكنه مواجه لانه من سلوكيات الفرح انه هو احيانا بيفرح بطيش وغباء فبياخد قرارات سلبية خاطئة فبعد ما بياخدها بتقوم القرارات السلبية الخاطئة دي تعلم في حياته حاجة وحش فتقومه فيه وقابة فيرجع تاني للحزن تمام فهو يكل شوية تجيله نوبة يفرح فيها ياخد قرارات طائشة يحس ان الدنيا سهلة وجميلة وحلوة ياخد كم قرار طائش كده مصيري احيانا بعد ما يفوق منها يلاقي ان هو عك الدنيا يقوم نازل في موضة اكتئاب يقوم اي انا فاشل انا مش عارف ايه انا كل حياتي سواد انا ما اعلمش حاجة صحة يقوم نازل في اكتئاب وهكذا تمام طيب متى يبدأ المرض في الظهور بيقولك زهاني الهوس والاكتئاب يبدأ عادة في فترة المراق هو بقى بيضرب فترة الشباب دي واحيانا يبدأ في سنوات الطفولة المتأخرة او في سن 40 او 50 سنة ولكن هو بيبدأ في سن كامل في العادة يعني المرض ده من اللي انا شفته حواليا لو جت لدورك ايه ده هتلاقي ان حواليك مرضى لو انت مذكر المرض ده كويس وفاهمه هيظهر حواليك المرض ده بيضرب فترة الجامعة اخد بالك اللي هو سن او نهاية السنوية بداية الجامعة في الجامعة واخد بالك ده في العادة الشباب اللي بيحصل لهم المرض ده بيظهر معهم في فترة الجامعة اللي هو اول سنة تاني سنة تالت سنة باخد بالك بيظهر معهم في الفترة دي وممكن يظهر فيما بعد في بداية الشغل وهكذا من بعد التخرج وكده ممكن يظهر ولكن اكثر شيوعا فين في فترة الجامعة ويعتقد ان هذا النوع اكثر شيوعا فيه النساء هي النساء عشان بيكون اصلا يعني تركيبة الفيميل ان هي بسهولة بتحزن تمام وبسهولة لو جات حاجة تفرحها تفرح برضو فبيكون المرض ده يعني كيمية الدمخة بتكون يعني المرض ده يجي لها بسهولة اه يعني لو جات حاجة تفرحها ممكن تفرحها ولو جات حاجة تخلت حزينة تحزن وبجد تمام بتديد لكل حاجة حقها فالمرض ده لو هي بقى ربنا ابتلاها بالمرض ده احنا ما نعرفش سبب وايه بس هو في النهاية بيكون ابتلاها فبيكون كيمية الدمخة مؤهلة ان المرض ده يجي بسهولة معها بيقولك هل ذهاني الهوس والاكتئاب ينتقل بالوراثة ذهاني الهوس والاكتئاب ينتقل احيانا بالوراثة في بعض الاسر وقد تعرف الباحثون اخيرا العدد من جناتة التي من المحتمل ان تكون مسؤولة امور طبطة بالمرض وتؤدي لزهور اضطرابات كيميائية في الجهاز العصبي من المرض هو يعني لو جدت بص كده هتلاقي ان لو في عائلة غريبة هتلاقي ابنهم غريب وابن ابنهم غريب وهكاس طب غريبة يعني ايه هي دي بقى دي كلمة الفايصل اللي هو غريب في تعاملات وغريب في كلام وغريب في فرح وغريب في مش عارف ايه ده بيمكن يكون عنده ايه سنة بايبولر كده فبتلاقي الموضوع ده تورس معه فممكن الاب اللي عنده بايبولر يورسه لابنه ما هي اسباب مرض زهاني الهوس والاكتئاب ليس هناك سبب واحد للمرض ولكن ممكن بسبب وجود عمل وراثية تؤدي النوع احنا ما نعرفش السبب ايه زي ما قلتلك هو ده مرض ابتله الله بس كده طب ايه ايه اللي حصل جوه احنا نفهم المرض اه فاهمين طبيعة المرض اه وفاهمين ازاي نعليجها فاهمين ولكن ما نقدرش ان احنا نقول السبب ده تحديدا هو اللي خلاه يعني عادي فيه ناس ممكن تتعرض لازمات حياتية واجتماعية واسرية كتير وبعد الازمة ديان بيرجعوا زي الفل ممكن تلاقي واحد يتعرض لازمة وبعد كده متقلبة معه بايبولر اتعرض لازمة مثلا اجتماعية فاهم دخل في مود اكتئاب بعد كده لما جي يرجع جي عاوز يفرح نفسه فاهم يفرح نفسه بغباء فاهم دخل في الهوس بعد كده خد قرارات طائشة وسواد وعك الدنيا هنا فبعد كده يقوم نازل اكتئاب بعد كده حاس ان هو لا مش هيفضل عايش كده طول حياته في اكتئاب فيقوم تطلع تاني يلطيش وغباء واخد بالك هو ده تمام هو ده المرض بقى يتأرجح ما بين الاكتئاب الشديد مرضي و فرح بغباء طيب تعال بقى ما نشوف اعراض زهان الهوس احنا لحد الان تقريبا كده فرشنا المرض في دماغك عاوزين ناخد بقى امثلة عشان تحسسك ان الموضوع قريب منك في المجتمع المصر او في المجتمع العربي عموما بيقولك تبدأ نوبة الهوس باحساس المريض بالسعادة والطاقة العالية والقدرة على الابداع وسهولة العلاقات الاجتماعية حاس نواء كل حاجة سهلة عادي مو عاوزوا يروح يكلم ده يكلموا يكلم واحدة في الجامعة يكلمها عادي يحاس ان كل حاجة سهلة وايه وتلاقي كرياتف ومبدع كده وبعدها يفقد المريض القدر على الاستبصار بحالته وينكر ان هناك اي شيء خطأ في حياته يعني انت لو جيت وقم يقول له على فكرة انت كده مش طبيعي انت بتتكلم بشكل غريب انت بتتحك بشكل غريب انت مش احمد اللي انا عرفه واخد بالك يقول لها لا انا احمد لا انت مش احمد لا انا احمد واخد بالك هو ده وينكر ان هناك خطأ شيء خطأ في حياته ويصور ويغضب على اي فرض يشير الى انه يتصرف بصورة غير طبيعية احنا دلوقتي بنتكلم فين في حالة الهوس الحاد اللي هو الفرحة الشديدة اي حد يجب مهيله على فكرة انت مش طبيعي كده يقول له لا يعني انت مستكترين عن الفرحة انت مش عارفين ايه لما كنت حزين مش عارف ايه كنت زعلانين ودلوقتي انا فرحان ومبسوط وكذا انت ضدي انت مش عارف تلاقي عصور ويغضب انت واخد بالك طيب وتوجد الاعراض الاتية في نوبة الهوس وتستمر لمدة اسبوع على الاقل الى شهر او شهر ونص او بيفضل فرحانه في الموضوع ده ايه اسبوع اسبوعين شهر شهر ونص وبعد كده يرجع ايه يطقطم رقابته وينزل اكتئاب على ابوه صح تاني بقى طيب بيقولك الاحساس بالانشرح او ارتفاع المزاج حاس ان كل اه كني حلوة مزاجه عالي وقد دلق مزاجه عالي من غير مخدرات ولا حشيش ولا اي حاج ولا حبوب ولا اي شي ما هو مزاجه عينب وذلك بالاضافة الاربع من الاعراض التالية انهم لمدة قصيرة تلاقي ممكن ينام ساعتين تلاتة وان فيه جدا جدا وعادي يفضل كده شهر كامل ساعتين تلاتة يكفوه ولا يحس بتعب ولا يحس ان في جسمه اي مشكلة حتى ولا حتى رجلي بتوجعه ولا اي حاجة فايق انهم لمدة قصيرة بالرغبة من زيادة التقى والحيوية زيادة معدل الكلام وبصورة سريعة تلاقي بقى التوكاتف الكلام حلو بتكلم وسريع وافكاره حضرة واخد بالك يعني مش تطيروا الافكار والانتقال من موضوع لموضوع عادي تكلم في موضوع يروح لللي بعديه يورم دماغك من الكلام عدم التركيز ياريتو بس بتكلم في موضوع معين كلام راكز وحلو وسريع كده لا ده هو بتكلم في موضوع بعد كده يروح لللي بعديه بعد كده يروح لللي بعديه وخلاص ونفيش تناصق معين المواضيع هي تربت هي كيميا غلط في دماغه بقى فالكيميا الغلط في دماغه ايه ضربت ام انه فكر الموضوع الفلاح فهم بتكلم فيه ام اتضرب الناحية التانية ام رايح للموضوع التاني يفكر فيه كازا كيميا في دماغه قاعدة تضرب يمين وشمال وهو قاعد ايه يهبلنا معاه في الكلام الاحساس بالعظم والقوة الاهمية هو حاس بيكون في اللاحظة دي بيكون فيه سيلف ستيم عالي قوي حاسس نوع قوي شخصيته قوية يعني حاسس كنت برضو على فكرة انا مش عاوز اجيب لكم فيديوهات في الموضوع دي عشان الفيديوهات هتكون يعني ايه زي ما تقول كده نكشف ساتر مرضى باخد بالك بس انت ممكن تخش على اليوتيوب وتحاول تشوف فيديوهات بالاجنابي او بلغات تانية هتشوف المرضى دول وهما بتكلموا عن نفسهم ازاي هتلاقي ان يعني كانوا جايبين فيديو الواحدة وهي مصورة نفسها في لحظة الهوس لا هي بتتحك وقوة انت مش عارفها انا مين يا بنتي انت باللهجة بتاعتهم بقى دي تمام اللي هو يعني ايه في قوة وعظمة كده ويعني شايفة نفسها هو ده التصرع في اتخاذ القرارات وعدم التفكير في عاقبها مثل انفقه كميات كبيرة من النقود ببزخ والشروع في مشروعات غير مدروسة او الاستثمار في اشياء واهمية قد انا بتفرج على احد الدكاترة وهو بيحكي عن مرضى قبلوه في البايبولر هو دكتور نفسي وفتح مستشفى نفسية فبيقولك عنده مريض كان اول ما جات له نوبة الهوس فقرر في اللحظة دي ان هو يفتح مشروع شباشب قال بس كده انا اجيب شوية شباشب هو على فكرة هو ده المريض ده موظف اداري في الحكومة يعني حاجة جنتل كده وبدلة وراجل محترم اول ما جات لنوبة الهوس امال لا انا خلاص زهقت من الحوار الوظيفة والحكومة والحاجات دي انا عاوز افتح مشروع طب ايه المشروع اللي هتفتحه انا عايز افتح مشروع اشتري شباشب وبيحكي قدام الجوامع الدكتور كان بيحكي بيقول كده هو ضربت في دماغه ايه ان هو خلاص وايه بقى مفكر ان المشروع ده هو الصح وان هو قاعد يقنع اللي حواليه يا جماعة انتم اشتفهمين ازاي واخد بالك اللي هو احلى حاجة يعملها في حياته في اللحظة دي ان هو يشتري شباشب ويبحه قدام الجامعة يبقى كده هو ده ايه حلم حياته وكده هدفه من الحياة بعد اما نوبة الهوس راحت فامر راجع بقيل الهاب اللي انا عملته ده وقام دخل فون دكتهاب واخد بالك واحد تاني كان بيحكي بيقول كان محاوش فلوس عشان يجوز بناته اول ما جات له نوبة الهوس ده عربت في دماغه ان هو يشتري عربية بيامدابه ده قصص حقيقية طبعا انا يعني ملقيتش على النت بايبولر مرضى بايبولر مصريين او مش عارف ايه حقيقيين اللي هو بيحكي عن نفسه بس لقيت ايه لقيت دكاترة قبله مرضى وبيحكوا هو ده الصح بصراحة يعني عشان ما نجيبش المريض واخد بالك لا يعني خلينا ايه نسمع من الدكاترة اللي شافه مرضى حقيين ونجيب لكم القصص بتاعته وهكذا يقول ما يقول لك ايه بس واشترق وفالك على الفلوس العربية بيامداب قرارات طائشة جواز عرفي اضرب يا معلم شرب خمرة ومخدرات خلاص بقى انا خلاص سيبوني بقى عاوز تحرر واخد بالك وبعض الناس يكونوا ايه الصدمات والترومة الدينية على فكرة البيبولر ده لما جم عملوا عليه دراسات اجتماعية وجدوا ان مرضى البيبولر بيكونوا حصل لهم في حياتهم ترومة اجتماعية ترومة دينية ترومة كان بيحب بنت وسبها او واحد كان بيحبها وسبها واخد بالك في سيناريو في الحتة دي يعني لو جدت دور كده هتلاقي ان كل واحد عنده بيبولر في حتة الدين او في حتة علاقة بجنس اخر دور كده هتلاقي دايما المفتاح في الحتة دي تمام؟ فهتلاقي واحد مثلا كان متدين ولا حاجة فقام جاي البداعب خلص بقى سيبك متدين ده انا اروح اشرب خمر ومخطرات تحرش تكوين علاقات اي شيء بيكون سهل يتقال قصة الزوجة اه ده برضو كان احنا الدكاترة حكا قصة عن زوجة كان عندها بيبولر ايه قصة باد الزوجة دي قالك الزوجة دي كان عندها بيبولر وكانت متجاوزة واحد مؤدب جدا ومحترم وزي الفولد تمام؟ جالها بقى نوبة ايه؟ جالها نوبة الهوس دي فقامت عاملة ايه؟ هي كانت بتغيرها على جزء بس بتغير الغيرة الطبيعية اللي ما فيهاش فيها ابوارة ولا اي حاجة طب لما جالها نوبة الهوس قامت اي لا لا انا هعد على بيت بيت في العمارة هي كانت عمارة كبيرة مرت على البيوت بيت بيت وكل ما تفتح ماما موجودة اه موجودة خلاك كلمني تقوم ايه؟ واحدة تانية بشقة تانية طلع بقولك ايه؟ اياك تقرب من جوز ولا تبصي له خلصت تقوم ايه ايه؟ تقوم سد الباب وقامت افلفه الشهن هي اللي تشد الباب عشان تقفله وتقوم طلع على البيت اللي بعديه شوفي ما تقربيش من جوزي وهكذا لفت على العمارة تقريباً 40 شقة لفت عليهم شقة شقة وقالت لهم اللي هيقرب منه هطردهم العمارة ده تصرف في حد ذاته يعني الدكتور كان بيحكي بيقول ايه؟ بيقول التصرف ده في حد ذاته هو جيفت مخة أثناء الاكتهاب بس رفضته قالت لا يعني ده حاجة اجتماعية ما ينفعش انها تقال دي اللي تزوق اخد بالك بس لما جات فترة الهوس حست ان هي اي حاجة سهلة تقال بغض النظر هل اجتماعياً ينفع ولا ما ينفعش لا لحظة الهوس تلاقي فيه غباء وغشم ويعادي ان هي الكلمة اللي كانت مستخبية جواها عيناها والاعراف اللي اجتماعية منعاها ان هي تقول الكلمة دي في اللحظة دي لحظة الهوس بتبقى سهلة عليها ينفع عادي تعد على 40 شقة في العمارة تشكل فيهم بالسهل اه بالسهل انا دلوقتي قاعد اشرح اللي مستوعب معايا المرض رايح فين يشجعني كده واكتوب لتسعة هل انا دلوقتي بنجح ان انا اشكل المرض في الماغك ولا لسه احنا لسه نشرح كتير بس بس عرفني كده الدنيا معاك عامل ازاي تسعة يعني نكمل شرح نكمل قصص وحواديت ولا نخش فيه المادة العلمية قول لي انت بس كده طب اللي مبسوط بالقصص اللي احنا منجبها ديكتب لواحد واللي مش مبسوط وعاوزنا ندخل في المادة العلمية على طول بغض النظر عن القصة نكتب اتنين طيب واحد 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 نكمل بقى المرض اللي بعد كده او الصورة اللي بعد كده اسمها ايه اه ده الهوس الحد اللي هو بنسميه مانيا تمام كده اللي هو ايه مانيا يعني جنون صح كده ولكن في الارويقة الطبية برضو مش بيحبوا كلمة جنون يعني كلمة جنون غير محببة فبيسموها ايه بيسموها هوس او بعض الدكاترة وكتير بيقولوا مرح بس كده فمش عاوزين يقولوا الجنون دي رغم ان هو الترجمة الحرفية بتاع كلمة مانيا ايه جنون ولكن هم مش بيحبوا الكلمة دي هم عاوزين يسموها هوس او مرح تمام في بقى الهوس تحت الحد اللي هو الهايبومانيا الهايبومانيا ده بصراحة بقى هو ده حالة الابداع الحقيقية ليه لان الشخص بيكون فرحان بجد بدون طيش فرحان بجد عارف انت اكتر فرحة في الحداء في حياتك اه هي المريض بتاع المانيا ده بيعيش الفرحة ديا لمدة شهر كامل وبدون حاجة حقيقية انت عارف انا بس عاوز اقولك حاجة ان هو لما بيجي يفرح حال بيفرح عشان فيه حاجة فرحيته لأ هو من جواه كده فيه كيميا في دماغه خليته يفرح بشكل جميل قوي تمام اه اه هنا بقى بيكون بشكل هوس حد اللي هو فرحة وهوس مع قرارات خاطئة وتفكيرات خاطئة تماما هنا بي لازم ان وراء الهوس الحد ده عشان نسميه هوس حد لازم ان هو يصحب مصيبة ان هو يعمل مصيبة يعمل بصيضايع فلوسه يعمل مصيبة اجتماعية يقول كلام غلط يكره كم واحد فيه وهو يحسس كده ان هو ده الصح انت اخد بالك هو ده ده الهوس الحد ما يكونش حد ويكون صعب غير لما يتبوع مصيبة طيب الهوس تحت الحد بقى اللي هو الهايبومانيا هنا بيكون فيه فرحة ولكن فرحة اللي هو اقصى فرحة طبيعية مرت عليك انت انت حسين شوف كده افتكر احسن فرحة في حياتك انت فرحتها مساء خروجة معينة ولا موقف معين وعادي وحسنت انك منشرح قوي وفرحان جدا 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 هي دي بس كانت فرحة طبيعية اه فكرها المريض ده بيعيش النمط ده مش على قد زمانت كده عيشته دقيقتين تلاتة خمس دقايق ربع ساعة وبعد كده رجعت للطبيعي تاني لا هو بقى بيمسكوا الفرحة الجميلة الحلوة قوي ديا لمدة شهر كامل لذلك لما يجي ينام مش عاوز يناه هو عاوز يكمل الفرحة دي نام ساعتين تلاتة ام يا عم بقى خلينا ده انا ما صدقت يا عم ان انا اكون حلو كده واخد بالك هو ده باسمه ايه الهايبومانيا فالهايبومانيا او الهوس تحت الحاد هو نفس الصورة بتاعت الايه الهوس الحاد ولكن اقل في الفرحة شوية زائد ان ما فيش فيه قرارات طائشة بيكون قرارات حلوة قوية اه 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 فيها فيها رصانة كده وقوة اه وما فيش فيها طيش او مشاكل فبقولك نوبة الهوس تحت الحاد هي نوبة بسيطة او خفيفة من الهوس وتكون اعراض اقل والاعاقة اقل وفي نوبة الهوس تحت الحاد يعاني المصاب بارتفاع النحية المزاجية ويحس ويحس انه افضل من العادة وانه اكثر حيوية وانتجية بما يجعل المرضى يتوقفون عن تناول العلاج بسبب التحسن لازل يشعرون به المرض هنا لو كان بياخد علاجات اول ما يبقى كويس وما يلحمد لله رب الحمد لله العلاج جاب نتيجة وبقى مزاكي حلو وبقى زي الفل هو كان بياخده ايه عشان كان عنده نوبة اكتئاب وكده خلاص راحت فجاله الهوس تحت الحاد ده تمام فهو ما يلبس كده انا بقيت كويس يا جماعة وعلى فكرة لو اعدت معاه في اللحظة دي ان يقنعك بينما المريض بتاع الهوس الحاد ده ما يعرفش يقنعك ليه لانه هتلاقيه بيبرطم كلام غريب غير متناصق اللي هو هوس حاد بقى فهنا ما يعرفش يقنعك انت هتباني هيبان قدامك انه هو غريب بينما هنا في الهوس تحت الحاد هنا هيباني انه هو رزين جدا وحكيم جدا وفعلا يقنعك انه هو بقى كويس انت تقتنع من اسلوبه وقت بالك ولكن المقابل يكون فادح السمن لان المرض ينتكس مرة اخرى الى نوبة ايه الى نوبة اكتئاب تمام ندخل بقى في نوبة الاجتئاب بيقولك تظهر الاعراض الاتية في نوبة الاجتئاب وتستمر على الاقل للمدة اسبوعين وتعيق حياة المرض هنا بقى الاكتئاب فاكر الاكتئاب بتاع اليونو بولر اللي احنا شرحناه في اول موضوع اللي هو اللي هو الاكتئاب والكئابة والحزن انه هو حاسس انه هو حزين علي الكسيح مش واخد بالك هو ده حاسس انه هو وعاوز يدخل ينام مفيش حد يتكلمه يقفل الموبايل ويعمله وضع طيران مش عاوز يقرب من البشر وتلاقيه يجي له اكتئاب انه هو نفسه مسدوده مش عاوز يياكل او نفسه مفتوحة او عاوز يياكل واخد بالك الاكتئاب اللي بجده هو يوم ظهر هنا بالزبط بنفس النمط بنفس كل حاجة لذلك من اصعب انواع التشخيص مرض البيبولر ده ليه بقى قالك لان نوبة الاكتئاب لما بتيجي بتطول مع الشخص يعني نوبة الاكتئاب مع الشخص ده ممكن تطول لمدة سنة او سنتين فلما ييجي يروح للدكتور يقوم يقول له انا عند اكتئاب فالدكتور اول حاجة تيجي في دماغه ايه انه عنده اكتئاب العادي المعروف ده الديبريشن ده فيقوم معالجه بعالجات الديبريشن العادية يديله سيرترالدين يديله فلوكزيتين يديله سيبراليكس يديله الحاجات دي وللأسف علاج الاكتئاب العادي ماينفعش هنا هنا بقى اكتئاب خاص يا باش وهي الاتريكة او الغلطة اللي بتحصل على ارض الواقع في البريكتس وكتير كتير جدا من الدكاترة بتشخص غلط مش عشان الدكتور غلطان لأ عشان طبيعة المرض ذات نفسها خبيثة يعني ايه يعني المرض ده ممكن ييجي بصورة الاكتئاب بتاعته ويعيش مع الشخص سنة وسنتين وثلاثة ما يجلوش طول الفترة دي ولا نوبة هوس ولا نوبة فرحة فلما يروح يكشف الدكتور يقوم يقول له انت حاسس بايه حاسس بكئابة ويوصف الاكتئاب اللي احنا عارفينه بنفس النمط بالزبط تيبيكا فالدكتور ما يقول له خلاص ده اكتئاب انت هتاخد علاج الاكتئاب يجرب علاج الاكتئاب يعد شهر اتنين تلاتة المفروض علاج الاكتئاب بيجيب نتيجة بعد كام بعد شهر ونص في المتاص يعد شهر ونص شهرين تلاتة كمان اللي هي ادكويترال كاملة ووضع المريض ما يتحسين شوال واحد في المية فهنا الدكتور يبدأ يراجع نفسه بقى وهنا شفت احد الدكاترة في احد اللقات التلفزيونية بيحكي بقى عن مريضة هو شخصها غلط فبيقول كده بيقول بدأنا لها العلاج خدته تلات شهور ما جابتش نتيجة غيرت لها العلاج لدواء تاني تلات شهور ما جابتش نتيجة قلت لها بقى تعليلي هنا بقى أنا بقى عاوز أفهم كلمين كتير فبيقول لها انت في الماضي من سنة من سنتين من ثلاثة جي فترة عليك في حياتك حسيت ان الدنيا كانت حلوة قوي ومنشرحة نفسيا ومش عارف ايه وكده قالت لي قامت أيلها للدكتور يعني انها مش فاكرة قال لها طب عشان خدت الروح اسألي أهلك فقامت المريضة سابت الدكتور وقامت راح أسأل أهلها فبتسألهم بتقول لهم هل يا جماعة أنا من سنة أو من اثنين أو ثلاثة في آخر ثلاث سنين في حياتي ظهر علي ان انا كنت سعيدة قوي ومش عارف ايه أما قال لي لها آه قالوا لها انت جيت في اسبوع كنت بتصح بدري وكانت الدحكة ما بتفارقش وشك وكنت دايما حبوبة ولطوفة كده مع الناس وكان فيه طاقة وحيوية واماها بتقول لها كده بتقول لها وانا فرحت اول اسبوع ده وكنت بقول اماها اللي بتقول بقى اماها بتقول ان انا حسيت ان ربنا استجاب دعاية انا كنت بقى دعيلك دايما يابنت ان ربنا يصلح حالك واللي ايه نفسيتك ترتاح شوية ومش عارف ايه فاماها بتقول لها انا حسيت ان ربنا استجاب دعاية في الاسبوع ده وانت نفسيتك بقيت حلوة بس للأسف نفسيتك رجعت تاني داون وكتبت فهمت دكتور امي الله بس كده لقطنا يا باشا انك ايه بايبولر اللي هو جاء اسبوع نفسية حلوة قوي قوي بس ايه بقى اللي كان مصعب التشخيص ايه ان فترة الهوس اللي جات لها ما كانش بالصورة الحد ما كانش بالصورة الحد تمام امال كان ايه كان بالهايب وماني لانها لما فرحت ماخدتش اي قرارات كانت فرحان جوة بيتها بس كده لا جرت في الشارع لان المرض دا لما بيصيب الشباب وهيقبلنا كسات واحنا بنحلها كده هتلاقي شاب في احد الاسئلة يقولك ان هو كاشف خلع الامس وخلع الفانيلا وبدأ يجري في الشارع والدنيا بتمطر وقعد يقوم قايل شوفوني وانا قوي شوفوني وانا اسرع من الحصان واخد بالك وقعد يجري في المطرة ومبسوط قوي تمام دا فترة دا نموذج من النماذج بتاعت المانيا اللي هو اعمال طائشة غريبة فده عنده ايه ده عنده مانيا بالشكل الكامل المريضة بقى اللي احنا قادينا نحق قصتها ديا لما ظهرت المانيا معاها ما ظهرتش بالشكل الكامل لا ظهرت بالهايب ومانيا اللي هي فرحة حلوة قوي بس بدون ايه حركات طائش وبما انها كانت بنت قاعدة في بيتها فما فيش اي حاجة ايه ولا قرارات ولا عندها فلوس طفال كحة ولا اي حاجة فكان بان بس ان ايه فرحانة حلوة ومزاجعة حلوة خلاص بس ما فيش ايه قرارات طائشة وقامت نازلة في الاكتئاب تاني فمن هنا بقى يا بش هنا يعتبر من اصعب الامراض في التشخيص لانه بيتداخل تداخل واضح وصريح مع مرض الاكتئاب اليوني بولر اللي احنا عارفينه اللي هو اول موضوع في السيكات وهنا مش غلطة من الدكتور ان هو يشخص غلط لا المريض ذات نفسه ممكن ما يساعدش الدكتور ممكن المريض ذات نفسه ما يعرفش ان الفترة الاسبوع والاسبوعين الفرحة اللي هو جالهم ينساهم اصلا واذا افتكرهم يفتكرهم ان هو كان طبيعي وعادي ليه لانه بقاله سنة عايش في الحزن والاكتئاب فنسى طعم الفرحة نسى طعم الواحد ازاي يكون فرحان اصلا فلما تيجي يتكلمه وتقول له انت شفت انت كنت فرحان قبل كده ما ينسى يقول لا 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 انا مش فاكر اصلا ان كنت فرحان في حياتي اصلا انا طول حياتي كده حزين واخد بالك فهي دي بقى ففترة الاجتئاب لما بتيجي بيكون بقى ايه اضطراب النوم او النوم لمدة طويلة فقدان الشهية او الاكل بنهم صعوبة التركيز والتخص القرارات الاحساس بمطء في الحركة الهياج وعدم القدرة على الجلوس بهدوء الاحساس بفقدان القيمة والزنب وعدم الثقة فقدان الطاقة والحساس نفس الاعراض التبيكال بتاعت ايه بتاعت الاكتئاب العادي فهو ده المرض باختصار عشان ما نطولش ادى كده في المقدمة انا فيه طبعا فيه حاجات تانية كتير النوبات المختلطة والانماط التانية والانواع وازاي نفرق والعلاج والحاجات دي يعني ايه في المقدمة وفيه قصص بقى انا جايبها من على احد المواقع اللي الناس بتحكي قصص حيائية والطراب الوجداني واخد بالك فيه قصص حيائية كتير ولكن اظن يعني ايه بالكم كلمة اللي انا شرحتهم فاتوا دول احنا فهمنا يعني ايه مرض هوس زائد اكتئاب علما ان فترات الهوس بتكون قليلة بتكون شهر في المتوسط يزيد او يقل بينما الاكتئاب بيكون سنة في المتوسط سنة كاملة اكتئاب يقل او يزيد وبعد ما يخلص الاكتئاب بيطلع الى هوس خلص هوس يروح للاكتئاب وهكاس هو ده المرض ببساطة لو كل فهم المرض الى حد هذه اللحظة بحيث ان احنا ندخل في شرح المادة العلمية كل يكتب لتسعة على الشات يلا يا باش طب هو بيقولك overview of bipolar disorder بيقولك دي اسم 5 defines bipolar disorder دي اسم 5 اللي هو الكتاب يعني اللي فيه تعريف الامراض النفسية بيقولك ايه بيقولك defines bipolar disorder by experience experience of a manic or hypomanic episode يعني بيكون في ايه بيكون في mania هوس فرحة بغباء او hypomania اللي هو فرحة حلوة قوي بس بدون قرارة طائشة mania can be thoughts as the effective opposite of depression اللي هو ايه بيكون بعكس تماما الى اكتئاب زي ما بيكتئب جدا جدا بيفرح جدا جدا consult of consult as a dim 5 for a complete description of the diagnostic criteria يقولك لو انت عاوز بقى التفاصيل الكاملة هتلاقي دي اسم 5 دي شرحة فيه عدد صفحات كتيرة جدا جدا لان المرض فعلا من الامراض المعضلة في الفهم يعني المرض ما يجيش بقصة يعني ما ينفعش حكي له قصة كده هتقوم ايه لانا فهمت المرض لا انت لو سمعت القصة دي هتلاقيها واخدى شكل القصة التانية واخدى شكل تاني كل مريض بيظهر معا الموضوع بقصص لان حياة كل واحد تختلف فمريض يظهر قصته في الفلوس مريض يظهر قصته في التدين مريض يظهر قصته في علاقات الحب والعلاقات الاجتماعية مريض يظهر قصته في الطلاق وجواز مريض يظهر قصته في مشاكله مع اصحابه واخد بالك فالمرض البيبولر ده عموما هو بيعمل معضلة في حياة كل واحد كل مريض من المرضى بتوع البيبولر والنمط بتاع المرض فيه هوس واكتئاب ولكن القصص الداخلية تختلف تختلف اختلاف جزري يعني تشوف واحد وهو عنده بايبولر تشوف التاني تحس ان هو مرض تاني ولكن في النهاية الحاجة المشتركة ما بينهم ايه ان هو ده بيفرح وبيحزن وده بيفرح وبيحزن بس فرحة ده بشكل وفرحة التاني بشكل تاني بس كده هو ده خلاصة المرض بيقولك امانك episode is characterized by at least one week of abnormal and presently elevated mood combined by an increased amount of activity يعني بيكون مزاجه حلوة قوي قوي والطاقة جميلة جدا جدا other symptoms include inflated self-esteem بيكون وصق جدا من نفسه irritability اعلا مش على بعضه عنده حركة وطاقة عاوزي يستنفذها وحاسس ان هو وضع جميل وحلو فعاوز ما يضيعش دقيقة غير لما يستفادها في حاجة بيقولك decrease the need for sleep مش عاوز ينام اصلا هو مبسوط بنفسه كده brishard speech عاوزي تكلم كتير flight of ideas افكار متطايرة poor attention مش عاوزي تركز معاك هو شايف نفسه عاوز يتكلم انت تسمع increased hyper activity or agitation بتحس كده ان هو في عنفوان كده في الكلام والحركة involvement in high risk كيه دي بقى الحتة تلمانية بقى اللي هو ايه بيدخل نفسه في حاجات خطيرة political activities without respect to consequences يعني بيدخل نفسه في نشاطات ممتعة يعني انت لو جنت تبصها تلاقيها ممتعة ولكن هو داخلها بغباء يعني واحد طول حياته ما مثلا يعني لا راح ملاهي ولا ركب الحاجات الصعبة بتاعت الملاهي دي اللي بتطير في الهواء وتقوم واخدك سفح في الارض واخد باله الحاجات الصعبة دي اللي محتاجة حاجات شباب هو عمره في حياته بيخاف منها والحاجات ولا عمره جرابه فجأة لما تجي له نوبت المانية وهو معد على الملاهي انا داخل الحتة دي ويدخل فيها تلاقي ومبسوط بيها كمان ولا خايف ولا حاجة تلاقي شاب لما يجي له المانية عاوز انه عنده متسيكل مثلا عاوز يمشي بالموتسيكل بتاعه على عجلة واحدة ويطير مش على عجلتين كده زي ما خليق الله لا هو عاوز على عجلة واحدة ويطير وصوروني صوروني بقى تمام فهو ده عاوز ان هو يدخل نفسه في حاجات خطيرة بغض النظر ان هو ممكن يعمل على الموتسيكل يموت لا مش فارق ما تجيش اصلا الفكرة دي في دماغه يعني ما فيش حاجة سلبية تيجي في دماغه لا هو دايما اللي بيجي في دماغه حاجات ايجابية بغباء حاجات مفرحة بغباء هو ده بس اللي يجي في دماغه طب بيقولك بالنسبة بقى للهايبو مانيا يعني ايه صورة مصغرة منين المانيا يعني بتستمر للمدة اربعة يام او اكتر وهي بقى ان المعضلة على فكرة ان المريض ممكن يجيلي الهايبو مانيا دي لمدة كام يوم وسوكتم بوكتم وبعد كده يكمل اكتئاب فما يبانش بقى ما نرقطوش اصلا ان هو بايبولر تبقى صعبة جدا or longer تمام unlike mania بعكس المانيا it is not severe enough to warrant hospitalization يعني ايه المريض بتاع المانيا ده لما يجي له مانيا الصح ايه انك تشقطه كده واتدخله مستشفى نفسية هيدخل بس يوعق جوة مع الدكاترا وخلاص ان احنا نرقبه وخلاص بيحس ايه ان احنا نحوش عن نفسه كان احد الدكاترا بيقول في القائد التلفزيوني ان هو لما بيعالج المريض هو منبه عليه قال له اول ما تحس ان مزاجك حلو اتصل بيها تعال اعود معه شوية شرفني في المستشفى تمام لان هو لما بياخد العلاج بيرجع تاني العلاج بيزبطه بيزبط تفكيره فانت الدكتور بقى واجبه ان هو ينبه على المريض قال له وارد وانت بتاخد العلاجات تقلب معاك نوبة ايه نوبة فرحة جديدة فاول ما تجيلك اتصل بيها خلينا ايه اه خلينا نفضلك سرير تيجي تقعد معنا اسبوع ولا اتنين عشان احنا لو سبناك برا انت ممكن تاخد قرارات تدمر حياتك ممكن ياخد قرار بالطلاق ويتجوز عادي جدا ممكن في الاسبوع بتاع المانيا ده يعمل ايه والناس كتير في الدكاترا ويا بتحكي بتقول ناس كتير عاملوا كده اللي هو تجي له نوبة المانيا خلاص بقى انا معدتش عاوز البيت ده نقربت من البيت ده يطلق ويروح يتجوز تاني على طول في الاسبوع يفوق بقى من النوبة المانيا يلاقي ان هو ايه اه ان هو عليه قضية في محكمته الاسرة مصيبة فبيقول له ايه انت تخلص نوبة الهوس من هنا تعمل ايه اه اول ما نوبة الهوس تجيلك تعمل ايه اتصل بيا خلينا ايه اه تيجي تقعد معنا شوية عشان نبعدك عن اي حاجة حواليك لانك لو فضلت في الوسط اللي انت فيه ممكن تاخد قرارات تأذي نفسك وتأذي غيرك وتدمر غيرك وانت مش حاس طيب بيقول لك اه يعني بيقول لك الهايبومانيا لو جات له حلوة هو بيكون واثق من نفسه حلو اكتر يعني اكتر فرحة انت تقتاب في حياتك هو بيكون وضع ايه وضع الهايبومانيا ده بيكون فرحة حلوة وجميلة ما فيهاش مشاكل يعني اللي بتأثر على حياته الاجتماعية مع بيته ولا عياله ولا عمه ولا زوجته ولا اي حاجة ولا بتأثر على اللي هي الشغل يعني عادي ممكن يروح الشغل والناس في الشغل يستلطفوه يوم قالين ايه الجمال ده احنا اول مرة نشوفك فرحان وحلو كده هو يا دي بقى اسمها الهايبومان تمام وما بيكونش بقى ايه سايكوز ما فيكونش فيها زهان بقى ولا افكار غريبة ولا حاجات لا ما فيكونش فيها حاجة خالر فبتكون من ايه من اروع الحاجات دايما كان الدكتور يقول ايه الدكتور يقول انا لو اقدر دا بالنص كده بيقول انا لو اقدر احط كل المرضى بتوع البايبولر في مود الهايبومانيا ده انا هacon مفصوص جدا بيقول انا عاوز المريض يكون طبيعي دا اللي احنا هدأ في العلاج الاساسي بتاعنا يكون ايه طبيعي تمام او انوا نرفعه سنا يكون هايبومانيا الله بيقول احلى حاجة بقى احلى حاجة انك تحط المريض بتاعك في منطقة ما بين الطبيعي والهايبومانيا جميلة تخلي المريض مزاجه حل ومبسوط ومنشكح والدنيا جميلة معاه مفيش قرارات غلط مفيش اي حاجة ومفيش اكتئاب جميل جدا بس يقول انا مقدرش اعملها كده لأسف لأسف مفيش علاج يقوم مزبطلك المريض بتاعك عند الهايبومانيا ليه لان هو طبيعة المرض كده قاعدة تارجح فرحة بغباء او ينزل حزن بغباء تمام اما ان هو تقوم مزبطه ان هو عند فرحة كده هايبومانيا حلوة كده وتسيبه مكمل عليها ده اللي احنا بناطمح ليه بس مقدرش نعمله ايه للأسف على ارض الواقع تمام بيقولك 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 هو ده الصورة المشهورة بيقولك ده ده البيبولر وان هو عبارة عن المانيا بالشكل الكامل والديبريشن بالشكل الكامل يعني ايه هو بيجيله هوس وجنون بالصورة الكاملة اللي فيها خطر واللي محتاجة اصلا احنا نلقطه كده نقعده معنا اسبوعين تلاتة في مستشفى نفسي تمام وبيجيله اكتئاب بالشكل الخطير برضو اللي هو ايه اكتئاب شديد جدا جدا واللي هو يعني الصورة الكاملة بتاعت الاجتئاب هو ده اسمه ايه بايبولر وان طب بايبولر تو هو ده بقى اصعب واحد بيقولك كورونيك ديسوردر ماركت باي وان اور مور ميجور ديبريسوف اردر اكمبايند باي اتليست وان اوف هايبومانيك ايبسود اه يعني ايه البيبولر دايما اكتئاب الدائم بتاعه ايه اكتئاب بلاص كام يوم حلوين الكام يوم الحلوين دول بقى احنا ما نعرفش هم حلوين بجد عشان العلاج جاب نتيجة ولا في اصل المرض وهنا بقى معضلة التشخيص لذلك التشخيص بتاع البيبولر تو عمره في حياته ما بيجي من اول تك مستحيل لازم ان الدكتور يفضل يجرب يعني ايه لانه بيكون واضح ان حياة الشخص اكتئاب اكتئاب الكام يوم الحلوين دول مش بينين ليه لانهم لما جم جم بصورة الفرحة الحلوة اللي هي الهايبو مانيك فمفيش حد اللي حواليه ممكن يحسوها هو يحسها بس مزاجه حلو بس ما تعرفش مزاجه حلو ليه عشان كان مثلا بتعالج في ايام زمان بياخد دواء وظبطوا للدواء ولا ايه ما تعرف صعبة صعبة بجد هو ده بقى البيبولر تو ده بقى اللي بيبهدل دكاتر وده في العادة اللي بتشخص في البداية انه واكتئاب والدكتور يجرب دواء في التاني وممكن التالت فين وفين لما يبان بقى معاه انه هو حصل له هايبو مانيا في مارك تقوم ايه بس يا عمنا ما انت فين بقى من زمان كده لأطناق احنا بقالنا سنة ولا حاجة بنعالجك غلط بأدوية اليوني بغولر اللي هو سيبراليكس ومشاب امال ايه يا باشا انت تدخله بدواء زي الليسيام ده يزبط له الأداء الليسيام العلبة مش عارف كم 10 جنيه ولا 20 جنيه حاجة بسيطة خالص حباية واحدة ياخدها وخلص والموضوع تصلح معايا معقول يا دكتور مرض معاقت زي ده يتعالج بحبوب اللي يسمي اللي هي البريانيل بريانيل ده حاجة مشهورة خالص في السيدليات وحاجة متاحة ورخيصة ومتغفرة يعني ده ده واهبل يعالج مرض معاقت زي كده اه والحباية دي تخفي الكتئاب اه طب معاكده يا دكتور اي حد بقى عنده اكتئاب ما نخبطه الليسيام ده وخلاص بقى سواء بقى اكتئاب يونيبولر ولا بايبولر ولا اي حاجة الليسيام ده طالما بيعالج كده اقول لك شفت بقى هنا الغلطة بقى الليسيام يعالج الاكتئاب بتاع البيبولر بينما لا يفيد في علاج اليونيبولر الله اكبر يعني ده الليسيام ده ممنوع انك تبدأ به في اليونيبولر وانت ينفع ممكن تحطه في النهايات لو انت مذكر ديبريشان كويس عارف ان الليسيام ده ممكن تخش به فيه كومبينيشان كده يعني هو اصلا بياخد سيبراليكس مش عارف ايه بياخد فيلوكزيتين مع دواء تاني والدنيا لسه مزبطتش برضو والدنيا صعبة فانا يقوم يقول لك ايه خشله بالليسيام ايه جربه بس كده جايز يفيد معا بس هو مش الاساس يبقى اللي انت اللي يقر في ذهنك ايه ان الليسيام مش بتاع اليونيبولر خالص واذا استخدم لا يفيد مش هيعالج اللي كتاب بتاع اليونيبولر اللي هو اقول الموضوع معنا في السيكاتري امال ايه ده جولد ستاندر جولد ستاندر يعني ايه يعني يعلو ولا يعل عليه احلى دوة في علاج البيبولر في اكتئاب البيبولر هو الليسيام ومش بس كده احلى دوة في علاج المانياء هو الليسيام يعني الليسيام لما بيخش بيعالج كده ويعالج كده المريض عنده مانياء يعالجها عنده هايو مانياء يعالجها عنده اكتئاب يعالجه يعني الليسيام ده يونيفيرسل يخش كده هو ده افضل حاجة في البيبولر يعالج كل الاكتئاب وانماطه ويعالج كل الهوس بأنماطه خلص عليه بس بشرط انه يكون المريض بايبولر طب اذا ما كانش بايبولر ومريض يونيبولر اللي سيم هنا مايفيدش لازم ان تروح بقى تستخدم الأدوية زي السيليكتو سيرتو سيرتالين واخواته او الفيلا فاكسين واخواته او البوبروبيون او المرتزبين اختار حاجة من الاربعة دول اذا المعلومة دي انا جماعة يعني بقت كريستال كيلير في دماغنا اكتب الواحد عشان ده يعتبر من المعلومات السيجنيفكنت ان انت لو في دكتور سمعك وانت بتقولها يقول لك الله يكرمه اللي علمك الكلام ده او الله العظيم يعني الكلام ده على الدكاتة ده النفسيين تقال فانا بقول لك اهو انت لو انت عارف الكلام ده واقعت مع دكتور نفسي وبينت له انك بس فاهم الحوارات دي انو عارفها والله يعني هيقوم اقول لك ربنا يبارك للي علمك الكلام ده ما فيش حد يعني انا من دراستي وبحسي ما فيش حد بيشرح مرض البيبولر بالشكل اللي احنا بنقدمه خالص الحمد لله تعالى كسيادلة يعني اما كطباء نفسيين وكده اكيد يعني في كتير بس احنا بنتكلم على كفي مجال السيدلة ان حد يشرح موضوع البيبولر باللي احنا بنقدمه ده مستحيل الحمد لله تعالى انا عارف شغلنا عامل ازاي اوي اوي الحمد لله اللي اصعب بقى من البيبولر ايه اللي اصعب من بايبولر 2 يعني بايبولر 1 دي الصورة المشهورة الفاعة اللي باينة اوي ليه لانه لما بيجي له مانية بيكون فاعة اوي 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 ان هي مانية مفيش دكتور بيغلط في تشخيص البيبولر مفيش هو بايبولر 1 بايبولر 1 تحديدا ده مفيش حد بتغلط فيه اللي بتغلط فيه في العادة هو مين بايبولر 2 فيه بقى نوع رهيب بقى جبعة اللي هو ده بقى انا عاوز اقولك ده نادر ان فيه دكتور يلقطه ويعرف يشخصه صح ليه قالك يعني بيجي له نوبات نص فرح على نوبات نص حزن لا الفرح اللي هو في رحة تشبه المانية ولا الحزن اللي حزنه يشبه الاكتئاب يعني تلاقيه ايام فرحان ومزاجه حل جميل والبيت معاه جميل والدنيا حل وايام معاك ننم قلدة وقلدة ما مش بتاعت اكتئاب لا بس معاك ننشوها كده ده بقى ناس كتير عندهم الموضوع ده سايكلوسيميك ديس أوردر ولكن للأسف لا يرقى ان هو نسميه مرض ولكن هو خلل في كيمية المخ للأسف ده خلل في كيمية الراجل ده لا او الست دي اللي عنده سايكلوسيميك ديس أوردر ده لو خد لسيام هتلاقي الكلضامة ديان اختفت وتلاقي الايام اللي كان بيفرح فيها هتلاقي بيفرح بس ايه مزاجه حلو مزاجه تزبط ولما يجي يفرح بسهولة يفرح بس كده تمام هو ده السايكلوسيميك بقى اللي هو ايه هايبومانيا بلاص هايبو ديبريشن لا المانيا كاملة ولا الديبريشن كامل تلاقي اسبوع اسبوعين فرحان وزي الفل هم زقطت وجميل وشهر شهرين ثلاثة اربعة مقلضموا معاك وطول فترة الشهر او الشهرين او الثلاثة المقلضمة والعاكنانة ديان لو جات حاجة تفراحه وتخليه موده طبيعي او يفرح سنة او يابتسم هيفرح له هيفرح فاكر انت فاكر انت كان اسمها ايه فاكر انت الدسيميا الدسيميا كنا بنقول عليها ايه اه واحد او واحدة مزاجها مش مزبط و معاكنينا شوية بس لو جات حاجة تفراحها تفراح لها تمام هو ده بقى يعني يساوي ايه اكتئاب بسيط على فرحة اللي هو ايه ايام مزاجه حلو قوي وايام مزاجه مش مزبط ولما تشوف مزاجه حلو قوي تقول مش جنون ولا حاجة تقول والله ده اه فرحة ربنا يكتر فرحتك ربنا ما يضيعش البسمة من على وشك فقد ده اللي تقول بس من لا بياخد قرارات وحشة ولا حاجات غبية ولا اي ولا بعمل اي تصرفات غريبة بالعكس كل تصرفاته بيكون فيها ايجابية وروح حلوة وكده فالله حواليه محمد رجع الحمد لله بقى كويس طب والفترة هذا التانية اكتئاب صح كده الاجتئاب اللي بيجيله ما بيكونش كام بيكون نص اكتئاب طب في النص اكتئاب ده هيكون وضعه ازاي سيبونه النهار ده مش بس اجه مش حلو تمام هتلاقيه مش اكتئاب اللي هو اكتئاب مرضي واحد تشوفوا كده تقوم ايجاب ده مكتئب اكتئاب مرضي لا هتلاقيه واحد عائل بتكلم برضو وكل حاجة سيبوني بس انا مزاجي مش مزبط النهار ده خالص خالص وارفان كده يعني عالتك لو واحد جي كلمه مش طيق الكلام مش طيق الحركات مش طيق ولو واحد بيخربش جواه كده ولا بيطقطع صابعه بص الله يكرمك سيبني دلوقتي ايه الاسوات دي بطل مش طيق هدومه هو ده بس عادي لو واحد جاء ما يقوله خدناه كده في قضاء حلو وكده وكلمناه ودحكنا معاه ومش عارف ايه يفكس ايه اللي هو مش اكتئاب جامد يعني اكتئاب هايجي يفك معاني هو ده السايكلو السمك ده صورت وده يعتبر من انظر الانواع انك تشخصها وتقول ده مرض يعني ده بتشخصها هو تلاقيه عايش كده وسطنا وخلاص تمام بس هو مرد فرحان مرد وفي الحالة اللي انا عاوز اقوله ان الفرحة ما بتأثرش على انتاجيته في الحياة ولا الكتئاب بيأثر على انتاجيته في الحياة يعني ايه يعني هو شغال بيروح شغله بيقدي شغله الشغل اللي عليه بيعمله ولكن في فترات المانيا بتلاقي الشغل اللي بيعمله حلو وبروح حلو او الناس مبسوطة منه مستخفة دمه والشغل اللي بيعمله فترات الاكتئاب بتلاقيه عامله هون كلضم هو مادة بوز للناس مزاجي ايوة شخص مزاجي بس مزاجي هنا اللي هو دكتورة نور برضو عشان اكيد لك على حاجة الشخص المزاجي اللي هو العصر حلو وبالليل مقلضم و وكان الصبح حلو انت وقت بالك يعني ايه المزاجي في الساعة الواحدة ممكن تلاقيه حلو ووحش تمام حسب لا ده مش كده ده اسبوعين حلو وبعد كده شهرين مقلضم فهمان مش مزاجي مش مزاجي اللي هو ايه في نفس اليوم يا طه ارجح ما بين كده لا لا انت فهمتينها لو فيمتقوا ليلي واحد فهو ده ما يتسماش مزاجي تمام ايه والله يرضى عليك وبقولك ايه ان هو انتجيته في خلال الفترة ديا سواء اكتئاب او نص اكتئاب او نص فرحة ما بتتقصر هو كده كده شغال بس الفترات اللي بيكون فيها عنده اكتئاب بتلاقيه اللي هو شغال بقرف كده بقى يعني مش طاقش غسيبوني بقى انا النهاردة من ارفان غسيبوني بس اشتغل كده الله يكرمكم وانا ساكت بس وتلاقيه على المدة كتير هو ده سايكلوسيميك ده صوت لما بيجي بقى في الامتحان لا هيقول لك بايبولر وان ولا هيقول لك بايبولر تو ولا هيقول لك سايكلوسيميك ولا هيقول لك الكلام ده خالص ده احنا بنشرحه بس كده من باب الثقافة العلمية في الشرح الكامل انك تطلع عارف ايه الفرق اما لا يجي يوميلك ايه هيقول لك كده هو مريض بايبولر يا باشا علجوه اختار ليسيام بس شكرا او اقول لك مريض بايبولر وبدأناه للليسيام ويسألك على الليسيام بقى يفضل يومي يقول لك هيعمل ايه الجرعة بتاعت الليسيام ايه الحاجات التستاتة اللي بتعملها قبل استعمال الليسيام ايه وهكذا بس يعني السؤال بتاع البايبولر بينشرين لك في الجون مريض عنده بايبولر رح تعالجو بايه اختار ليسيام اه طب يسألك بقى يقول مالك لا ده مريض بايبولر واستعملنانه ليسيام وعاوزين يسألك على الليسيام انت فاهمني هو ده اسئلة الامتحان فما بتشيلش هام بقى خالص يجي انك ايه في بعض الناس اللي بيفكروا ان احنا بنشرح الكلام ده يفكروا ان هي تسأل فها في الامتحان لذلك انا بأكد التشخيص والحاجات دي انا وفهم المرض هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه كتير قوي قوي قلنا ان اكتر مرض بيتشخص غلط هو مين بايبولر تو ليه هو بتشخص ان هو ليه عشان اغلب حياة الشخص اكتئاب والفرحة اللي فرحة كانت نص فرحة فممكن ما تبانش واللي انظر منه ده لا يشخص كأنه مرض هي ممكن نقول حالة مرضية حالة مرضية ليه لان كيمية المخ في اللحظة دي مش مزبطة زي الانسان العادي بس في نفس الوقت مقدرش اقول ان هي مريضة زي الشخص المريض اللي بجد فبنقول ان هي حالة مرضية حالة يعني ايه فيه حاجة فيه خلل بس مش خلل عنيف ولا خلل مأثر على حياته مش مأثر على حياته ككل ولكن في بعض المواقف ممكن يأثر مواقف شخصية بسيطة كده ممكن يأثر يعني من الاخر السايكلوسيميكدس أوردر دا لا ينتج عنه دامج في حياة الشخص دامج عميق يعني او بيرمينانت دامج لا حياته مش هيحصل فيها دامج حقيقي كبير ولكن مواقف بسيطة مع فلان وبعد ما يجي له نوبة الهايبو مانيا بقى هتلاقي المزاجه وحلو فيروح يصالحه ويتصالحه ويبقوا كويسين وانتواخد بالك يعني ايه الحياة بتمشي مع السايكلوسيميكدس أوردر دا الحياة مشية بينما في البايبولر 2 لا لانه بيجي له اكتاب شديد جدا فهنا الاكتاب شديد جدا بيكون حالة مرضية فهنا ايه لازمة تكون اوير بيه وعارف ان هو دا ندخله بعلاجات طيب تعالى بقى ما نشوف العلاجات قبل ما نشوف العلاجات انا عايز احنا تقريبا كده بقالنا ساعة تقريبا بنشرح في المقدمة وفي الاوبر فيو دا لو انت حاسس ان المرض تبلور في دماغك بجد اكتب لتسعة على الشد يلا يا بيش حاسس ان هو تبلور قوي كده وفهمته زي الفول اكتب لتسعة كده وطمين معك زي ما وضحنا كتير قوي ان الليثيوم هو دا الجولد ستاندر في علاج ايه في علاج البيبولر بيقولك ذا اجزاكت ميكانيزم أوف اكشن فوليثيوم is unknown احنا ما نعرفش الليثيوم بيشتغل ازاي هما جربوه بنفع but it's appear to be neuroprotective يعني ايه بيحمي الاعصاب بيزبط كيمية المخ بس دا اللي احنا نعرفه اكتر من كده ما نعرفش وبشتغل ازاي ليه هو طبيعة المرض ذات نفسها كخلل ايه اللي حصل بالزبط حرفيا جوه المخ احنا ما نعرفش ما نعرفش لان ديا ايه دا هي كيمية بتأثر عن نفسية فانت انت انت عاج الطب عاجز قدام المرض دا احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل تمام ولكن اللي احنا عارفينه اذا المرض دا ظهر ازاي نعالجه كويس فالعلاجات مفهومة وبتعالج ازاي والدونية حلوة ازاي اما هو ايه سبب ومغزى المرض ما نعرفش ليثيوم continues to be the gold standard for reading type 1 bipolar disorder افضل علاج على اطلاق في علاج البايبولر 1 اللي هو ايه اللي هو اشهر نوع لان بايبولر 2 سايكلوسمي والحاجات دي مش مشهورة خالص فاحنا في الصورة المشهورة بقى اللي هي ايه الصورة التي تستدعي مستشفى وطبيب نفسي البايبولر 1 في العادة البايبولر 2 مش مشهور مش مشهور في المجتمع يعني يعني ممكن تقول 90% من المرضى بتوع البايبولر بيكونوا بايبولر 1 ده فاللسلم ده وحسن حاجة it is effective for the manic and depressive component يعني ايه هو حلو ان هو يروح على فترة الهوى زيان يمحيها وعلى الاجتاب يمحيه جميل جدا although it is not particularly good anti-depressant as monotherapy in unibular depression لو تفتخر كده كنا بنقول ايه ان هو كيوني بولر ما ينفعش استخدام وقلنا لو هتستخدمه تستخدمه هناك في النهايات خالص مع combination صح في الحالات فهي ده الجملة بقى بيأكدها لك ان هو كاموني سيراب اليوني بولر ما ينفعش لازم ان يكون ايه علاجات يوني بولر حقيقية علاجات الMDD الحقيقية سيبراليكس واخواته في اللابكسين واخواته بوبروبيون مرتزبين حاجة من الاربعة دول جربتهم وما نفعوش جرب حاجة تانية منهم جربتهم وما نفعوش حطوا combination اعمل augmentation كل ده في combination او المنتش ساعتها ممكن تفكر بقى ايه في الليثيوم في الحالات الريفريكتوف فقط ايهو بس ناجح فين في علاج الاكتئاب بتاع البيبولر رهيب في علاج الاكتئاب بتاع البيبولر يخفي يانواع مكتئب وحزين وعليل كده اوز ياخد الليثيوم ده يبقى مزاجه عينب بس بشرط انه هيكون ايه بايبولر هنا بقى من الحاجات الجميلة لذلك هو جولد بحق الله ان المريض بتاع البيبولر ده في فترات الاكتئاب بيحس نفسه اهبل بيقول هو انا كده ليه مرضه غريب لان ساعة ما بيفرح بيفرح بجنون وساعة ما بيحزن بيحزن بجنون برضو وهو حزين بيكون فيه overthinking بقى تفكير زيادة يفضل يفتكر الفترات اللي هو كان فيها مانيا وقرارات السودا اللي خدها ما في فترات اللي اكتئاب ايه بيرجع لعقله ايه بس بعقله باكتئاب يعني عقله مرجعه الاكتئاب اخد بالك فتفكيره بيزبط بس بيزبط في ناحية الاكتئاب بس فيفضل يفتكر بقى الفتر اللي هو كان فيها مانيا والسواد اللي عمله فيفضل يقوم ايه هو انا كده ليه يعني انا ما افرحش عدل ما افرحش افرح حلو فتلاقيه عاوز يموت نفسه كتير من مرضى البيبولر بيكون عندهم فكرة الانتحار ورد قوي نتيجة انه هو بيشوف نفسه غير سوي ده فترات الكتاب فبيكون عاوزين حياته بقى عشان يرتاحه كده بيقولك يعني هو ايه عشان نعالج المانيا في خلال اسبوع اسبوعين بيكون المانيا دي اختفت جميل من بداية اللي سيام يعني هي الفكرة فين بقى اللي سيام عشان يشتغل ويجيب نتيجة بياخد له اسبوع الى اتنين طب المريض ده في حالة هيج دلوقتي ده هو اصلا المانيا دي هتجامل معاك اه من اسبوع لشهر فهو على ما لث يجيب نتيجة اسبوع اسبوعين هيكون فترة المانيا اصلا خلقة خلصت صح كده طب يعني على ما يجي يشتغل هيكون في الغالب المانيا اللي عنده انتهت يبقى مش هيه الحقي نوع يعالج المانيا لذلك يقول لك في الاسبوع واسبوعين دول عالم ما لث يمشتغل ادي له بقى حاجة سريعة تتخلص الحوار زي الانتي سايكوتك حونة هالب الريدول تزبطه بينزو دايزبن حونة بقى من الحاجات البرازولام دايزبام اللورازبام الحاجات الحلوة الجميلة ديا بص حونة واحنا كده تخلص الحوار تهديه بقى هو جاي هيج وافكاره مش عارف ايه ادي له حونة تهديه هو ده بقى جايز الصورة اللي في الافلام اللي هو ايه المريض هيج يا دكتور طب بصرعة دول الحونة هي دي الحونة بقى الحونة اللي يتهديه اللي هي ايه الانتي سايكوتك والبنزو دايزب هو ده اللي يهديه عشان يغطي ايه فترة الأجيتيشن اللي هو ايه أجيتيشن يعني الهياك المريض هيج وعاوز يكزر وعاوز يطلع برا المستشوى كويس سبوني انتم مين عاوزين مين ايه بقى زدول الحونة بس ارخي بقى نام يا اخوي على مفاضل تلمانيا دي انتو روح طيب وعلى ما اللي سم يجيب ايه نتيجة برضا بقول لك لذلك المرضى النفسيين انت متأيموش اي مريض نفسي متأيموش نهائي في اول اسبوعين من بداية العلاقة حتى انت لو لو شفت طبيب نفسي بتكلم والمرضى بيسلموله واهل المريض بيسلموله المريض يقول لهم ادوني بقى المريض واخد بالك وما تقول ليش غير كمان اسبوع او اثنين ما فيش حد يجيلي بس انا انا عاوزه معايا اسبوع او اثنين ما يشوفني ما يشوفش غيري انا واللي معايا الممرضين اللي معايا بس كده هو ده الصح يعني الدكتور النفسي لما يقول لأهل المريض كده اهل المريض استعجبه شوي لا يا دكتور احنا عاوزين نزوره كل يوم ونطمنه لا 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 غلط غلط تطمن ايه هو دخل المستشفى اه الصح اسبوعين ما يتشافش مش شايف قدامه غير ده كاترة انت خلاص انت دخلت في نفق يا بيه لازم انتاخد العلاج بتاعك عشان تزبط انتهى هم هناك بقى جوه عارفين يتفهموا معاذ زي ولا حاجة اسمها حابة يحطها تحت لسانه والكلام الفاضي ده هم مفاهمين شغلهم قوي هياخدوه يدينه العلاج العلاج لما يجيب نتيجة فيها اسبوع او اتنين يوجو يزوروه بعد اسبوعين لو في تغير وتحسن يا باشا اما انت هتزوره كل يوم 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 اما انت شهتشوف حاجة ولو في تغير يوم بيوم مش هتلاحظه ما انت كل يوم شايفه اما لما تقوم سايبوا كده للمريض للمستشفى النفسية اسبوعين وترجع له كمان 14 يو الله تلاقي المريض بتاعك بقى كويس وحلو وجميل وطلع كده وشه وتفتح حتى هم في المستشفى النفسية مش تعذيب ده عندهم بروتوكول يا باشا والمريض النفس لو تلمس انك المستشفى ممكن تتقافل ياخد بالك فما فيش في بروتوكول واثكس موجودة داخل المستشفى النفسية برضو ده ايه ده من الحتة اللي بيصوروها داخل الافلام ومش عارف ايه ان المستشفى النفسية معتقل تعذيب واخد بالك برضو اخطاء دراما كلها مالهاش علاقة بالواقع عامل المستشفى النفسية عادي ناس محترمين وناس ابهات وامهات شغالين جوه وناس محترمين زي الفل وبيعالجوا المرضى بما يردل له والدنيا جميلة فإن للأسف الدراما المصرية في الافلام والمسلسلات ضربة موضوع الامراض النفسية والمستشفى النفسية دي بالجزمة اللي هو يعني ان انا بيكون قدامي مع كل جروب تحدي ان انا روح على الافكار السواد اللي الدراما المصرية حطتها فيه الازهان وافضل اكسرها بقى اللي انت اللي انت متصوره ده غلط 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 الصح كذا فاللي مبسوط ان انا بعمل كده يشجعني وكتب لي واحد على الشات يلا يا باشا يلا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا الليثيام هيا يا ليثيام بيقولك فرموك كاينيتكس اللي هي الحركات بتاعته داخل الجسم فترة نص العمر بتاعته من عشرين حتى عشرين ساعة عديها اغلب الليثيام لما الجسم يجي يتخلص منه هو الليثيام ده بيروح يشتغل صح كده تا بيشتغل خلصنا شغلنا عاوز الجسم باقي يتخلص منه صح كده ده الطبيعي فهو بيقولك الليثيام ده طوله ما هو ماشي في الدم اول ما يوصل للمخ يدخل على المخ يزبط الكيميا بتاعته طيب وهو ماشي في الدم خلاص بعد اما خلص شغل بيعدى عالكيليا جزء منه يتشفض ويترمى في البول وجزء يفلت الجزء اللي يفلت يروح فين للمخ يقوم مزبط شوية يقوم مسحوب تاني للدم يلف يلف لحد ما يوصل الى الكيلية الكيلية تقوم لقطة منه شوية ورميها في اليورد وهكذا الدورة الدموية شغالة بقى كل ثانية يا باش فهو على المدار اليوم بيتم التخلص منه لذلك الصح نوعه يتخذ هنا ايه على تلات مرات عشان كل ما ييجي الجسم يتخلص منه وقوم ايه رازع الجسم حباية جديدة وعلى طول ما خلي تركيزه في الدم حاله هو بيقولك بقى الكيلية بتخرج الليثيا فإذا حصل مشكلة في الكيلية الليثيا ما عادش ممكن يخرج فده حاجة منطقية هي دي انتفسير الجملة ده فبيقولك اي حاجة تأثر على الجلمليا الفلتريشن اللي هو فلترت الدم عبر الكيلية او اي حاجة تأثر على الفلتريشن ريد ده بتأثر على الكيليرنس بتأثر على معدل التخلص من الليثيا تمام كده الجمل بتاعة الفرموكو كينيتكس تحسات قيلة في الكتابة ولكن هي في الفهم تفهى بيقولك فرموكو كينيتكس مثوود are available for early prediction of those but waiting خمسة إلى ستة ايام for steady state seems to work just well enough just as well يعني بيقولك ايه احنا عندنا تستات ومعامل قوية جدا تقدر تعرفك تركيزه في الدم حلوة لوحش من اول كام يوم ولكن no need ملاحش لازمة هو اصلا كده كده من بعد خمس او ستة ايام شغل هيوصل لتركيزه الحلو في الدم اللي يشتغل حلو فيه في الدم وشكرا ولا نحتاج ان احنا نسحب بقى عينة من الدم عشان نشوف تركيز اللي اسم قد ايه ولا اي حاجة انت بس يزبط خمس ايام إلى ستة ايام لذلك هو ايه على ما يزبط وضعه في الدم ويوصل ال steady state steady state ده مقصود بقى ايه اللي هو التركيز الحلو المثالي بتاعه السابت داخل الدم هياخد من خمسة إلى ستة ايام لذلك انت على ما يباني ال anti-metic effect بتاخد لها ايه اسرح حاجة اسبوح anti-metic effect عشان يعالج المانيا اللي عنده او هيعالجها في خلال اسبوع على ما يكون وضعه في الدم مزبط في ام تبقى الكلام ولا لا اللي فيهم الجملة التالتة والربعة عاديا يكتب لاربعة كده على الشات يلا بيش طيب الجملة اللي بعدها بيقولك initial dosing in the range حتى تسعمية and then titrated according to response and tolerability فهو بيتاخد تلت مرات في اليوم يعني لو مريض هياخد مسلا تركيز ستة امية يبقى ياخده حبة امتين كل ثمان ساعات اذا هترفع لتسعمية ممكن تاخد حبة تلتمية كل ثمان ساعات وهكذا maintenance dose تسعمية تو الفين وسبعمية الجرعة اللي المفروض تيمشي عليها فيه ما بعد تكون ايه اه اللي هو اليس يم تلت مرات يسم تلت مية تركيز ثلاث مرات هي دي الجرعة maintenance يعني انت في البداية بتبدأ بجرعة من ستتمية حتى تسعمية في اليوم متقسمة على ثلاث جرعات فالستتمية دي تقسمة على ثلاث او تسعمية تقسمة على ثلاث بحيث ان كل جرعة مثلا تكون تلت مية تلت مية تلت مية فالمجموعة النهائية تسعمية طيب لما تيجي تكمل عندك تقدر تكمل على تسعمية ذاتها او تقدر تعلي عن كده اللي انت عايزه بس كل ده ايه اه ده كله شغله شغل كليني كمير يعني ايه يعني المريض معه الدكتور بتاعه والدكتور شايف حالته وشايف الدنيا بتتحسن ازاي وهاتو خد بقى يا باشا يعل الجرعات قال له الجرعات ظبط الدنيا بحيث ان المريض ايه يصبت تمام بيقول لك ايه بنانا على ايه السمتوم الرليف والأكيراس يعني ايه برضو انت بتبص هالفعالية الدوة شغالة والاثار الجنبية برضو محتملة ولا لا بيقول لك معلومة دي مهمة جدا جدا ان الليثيام بيعلي كرات الدم البيضاء بيعلي الحالة المرادية اسمها ايه ليوكوسايتوزيس بعكس بعكس الكاربامازبين الكاربامازبين كان بعمل ايه يا شباب مين اللي هيقول للكاربامازبين في النيورو كان بيعمل ايه في الدم تحديدا في كرات الدم البيضاء كان بيعمل مصطلح ايه مشهور كده في كرات الدم البيضاء الكاربامازبين في شابتر النيورو هداكم الله محدش بيجاوي جرحت قلبي بس الوجع هيخف ليوكوبينيا اكرينيولوسايتو بلاد سكراس الدكتورة ايه قالتها هو اللي هو اسمه ايه؟ ليوكوبينيا ده السؤال في الامتحان كل سنة بييجي يقولك الكارما مازبين بيعمل ايه؟ ويخيارك ليوكوبينيا ولا ليوكوسايتوزيس؟ بيكون الاجابة صح ليوكوبينيا السؤال اللي بعديه بقى على طول يقولك مريض بياخد الليسيا الليسيا بيعمل ايه؟ ليوكوبينيا ولا ليوكوسايتوزيس؟ ليوكوسايتوزيس الكارما مازبين بيقل للكرات الدم البيضاء في الدم بينما الليثيوم بيعلي كرات البيضاء في الدم بيعليها يخليها كم؟ يخليها 11 ألف 12 ألف 15 ألف يعني كرات الدم البيضاء بتعلى معه الليثيوم هنا تعتبر من أهم المعلومات على الإطلاق في الليثيوم كل سنة حتى الموسم اللي فادهوه على طول الناس اللي امتعنوا وزي ما يقولكم اللي امتعنوا الموسم ده بتسألوا في السؤال ده على طول السؤال ده في غاية الأهمية الليثيوم بيعمل ايه في كرات الدم البيضاء بيعليها بيخليها تعدل 10.000 بينما القرنة زبين بيقللها بيخليها تقللها عن الـ 4.000 لأن الطبيعي من 4.000 حتى 10.000 الليسيان بيخليها تتخطى 10.000 اللي هيجي له السؤال ده وهيحله صحة في الامتحان يكتبه واحد يكتبه واحد يلا يا بطل سؤال جاي لك ده سؤال وشي ده لذلك احنا بنقول ايه دايما في البيبولر بقول ان احنا بيفضل نشرح كتير كتير وفي النهاية سؤال اهبل زي ده هو اللي يجي في الامتحان فالحمد الله وانا بشرح انا عنية انت لو ركزت في المجهود اللي احنا بنعمله هتلاقيه مجهود احترافي ولله الحمد اللي هو انت طالع فاهم المادة العلمية ومش بس فاهمه كده اللي انت مستعد لسؤال الامتحان انت عارف سؤال الامتحان ايه بالزبط انت عارفه مش بس كده ما عد عليك هبل لأ ده انت عارفه ومتعلم عليه باللصفر كمان وحلين عليه في الامتحانات وفي الأسئلة التقيمية يعني مزبطين كل حاجة اللي بيتابع معنا أول بأول والله ما يحس إن فيه أي مشكلة خالص الدكتور هما المرضى بيكونوا فاكرين هما عملوا إيه في المانك آه طبعا نقول إيه فاكر طبعا منساش ما فكرش المذاكرة ده من أساس المرض يا دكتورة يومنا إن هو بيفضل طول فترة الاكتئاب مكتئب على السواد اللي عملوا في المانيا انت فاهماني ولا يعني طول فترة الاكتئاب هو فاكر الحاجات الوحشة اللي عملها في المانيا وقرات الخاطئة وبكتئب عشانها بكتئب عشان هو أصلا حاسس إن هو مش طبيعي مرات بياخد قرات صعبة ويدخل في اكتئاب بعديها فيمتوا ولا لو فيمتوا كتبوا لي واحد ما بيفقدش الزاكرة أبدا لا نهائي ما فيش حاجة اسمها في قدان زاكيرة هنا خالص في المرض ده طيب اه بتتابع بقى مستوى الالكترولاتس في الدم عشان ممكن يتخربط الرينال فانكشن بتتابع وظيفة الكيلية السيروت فانكشن بتتابع وظيفة الغدة الدرقية بتتابع وظيفة بتاخد عينة بول وتحللها إي سي جي القلب بريجنان سي تست فور وومن يعني ايه لو امرأة في فترة الخصوبة هي ليه فترة ايه الخصوبة من 16 سنة حتى 52 سنة هي دي فترة الخصوبة بتاعة المرأة وخصوبة المرأة تزداد قوي من 18 سنة حتى 45 سنة يعني افضل فترة خصوبة للمرأة لو هنقول الافضل يبقى من 18 حتى 35 افضل فترة خصوبة للمرأة هي الفترة دي من 18 سنة حتى من سن 18 سنة حتى 35 لقي ان خصوبة المرأة بتقل من بعد 35 بشكل ملحوظ من 35 حتى 45 الخصوبة بتقل بشكل ملحوظ جاه من 45 حتى 52 تاكد تكون تختفي من 52 وانت طالع بتختفي تماما هو ده الاعيار بتاع الخصوبة او بيقولك بقى في الفترة اللي بيكون فيها خصوبة عالي قوي اللي هي سن 18 حتى 35 سنة ضروري قوي بريجنان ستست كل ايه كل شهر عشان تطمن ان ما فيش حمل لان الدواء ده ممنوع في الحمل تمام طب ده سؤال في الامتحدث حين كل السطر ده او السطر النص ده اهمهم الليوكوسايتوزيز ده يجب ما يليك ايه التستاتل المفروض تتعامل قبل استعمال الليثيوم حتى اسمها ايه بري ليثيوم وورك أب يعني التستاتل المفروض تتعامل في المعمل انك تاخد عينة دم وتشوف السي بي سي بتاعها وتشوف الالكتروليت بتاعتها وتشوف الرينا الفانكشن لو بتشوف بقى الكريات والبولينا وبتشوف التي اس ايتش والتي فور وبتوعك عاملين ازاي وتاخد عينة بول عينة البول دي انا هتشوف مينها حاجة ايه هتشوف هتعمل لها بريجنانستست لو واحدة في ميل يعني او لو مش في ميل يبقى في الحالة دي ايه هتعمل يبقى الفيميل لازم ان كل شهر يتعمل لها ده قبل انت ااخد بقى لك قبل استعمال الليثيام وبعد استعمال الليثيام برضو بتكامل على الحاجات دي عشان تتطمن ان هي مبزتش تمام يبقى الخلاصة انك بتاخد عينة دم بتعمل بيها اربع حاجات سي بي سي الكتروليتس رينال فانكشن وساي رايد وبتاخد عينة بول تعمل بيها حاجتين بريجنانستست ويرون اناليسيس وبتحطه على جهاز رسم القلب عشان تشوف رسم القلب بتاع عمل ازاي خلاص كده هو ده الحاجات اللي بتعملها قبل استعمال الليثي طب بيقولك منوتورينج سيرم كونسنتريشان مصد بي منوتورد زهاف لايف is about one day so steady state occurs in about five days شرحناه بيقولك even if it is not steady state it may be prudent to obtain سيرم كونسنتريشان three days after dosage exchanges يعني لو انت غيرت الجرعة كان ماشى مسلا على جرعة 200 تلات مرات في اليوم فرفعتها من 200 لربعمية تلات مرات في اليوم او 300 تلات مرات بيقولك من بعد ما تغير التركيز ده بعد ما تغير الجرعة بتاعته هتعمل ايه اه بعد التلات ايام من التغيير ده طلق تعيين الدم عشان تشوف الليسيام في الدم وضعه ايه دلوقتي هو ده معنا الجملة بيقولك most clinician will aim for concentration of 8 من 10 حتى 1 من 10 ميلي اكويفلنت بير لتر in acute man في غاية الاهمية السؤال ده تسأل كتير جدا يوم يلك مريض ليسيام وفي حالة مانيا دلوقتي احنا عاوزين ندى الليسيام بحيث ان تركيزه في الدم يوصل لكام عشان يعالج المانيا ديا تركيزه يوصل في الدم من 8 من 10 حتى 1 و 2 من 10 وكتير كتير كتير فرقنا ما بين لفظ الدوز ولفظ الconcentration concentration دوز ديا معناه ايه هي الجرعة المأخوزة عن طريق الفم الجرعة الصيدلانية اللي بتتاخد سواء بقى عن طريق الفم او حونة او مشابه فالدوز هنا ايه جرعة من برا دخل الجسم العياء بينما الconcentration هو تركيز الدواء بعد ان تم امتصاصه الى الدم الله اكبر عالكلام يبقى دوز ايه الدوز معناها الجرعة التي سيأخذها المريض الجرعة اللي جايله من برا جسمه بينما الconcentration هو التركيز الذي يمثله الدواء داخل الدم بعد ان اخذ المريض الجرعة يبقى المريض خاد الجرعة الجرعة تم امتصاصها الى الدم سماعت في الدم تركيز فهنا الدوز بتاعة المريض كام تسعمية في اليوم يبقى ياخد جرعة من برا اسمها دوز دوز من برا ياخد ايه جرعة من برا امتين تلات مرات في اليوم ده اسمها دوز لما ياخدهم احنا عاوزين انهم يمتصوا ويبصلوا للدم بحيث يكون تركيزهم من تمانية من عشرة حتى واحد باتنين من عشرة داخل الدم. داخل الدم. تركيز تركيز داخل الدم. يكون كام? تمانية من عشرة حتى واحد باتنين من عشرة. لو زبط عندي كده. بفضل الله المانية تتعالج. طيب لو اجي من كده ما تتعالجش. تتعالج نص عليك كده. طيب اثناء المنتنانس بقى. اثناء المنتنانس هنا مقصود بيها ليد الفترات اللي انت بتعدي فيها المانيا والمفروض ييجي فيها ايه المفروض ييجي فيها اكتئاب بس بما انك انت بتستعمل الليثيوم اللي اكتئاب مش هيجي فانت عاوز الجرعة تكون ما بين 6 من 10 حتى 1 فلو جيس قالك قالك انت عاوز تركيز الليثيوم في الدم يكون كام اثناء الاكتئاب هتختار دي 6 من 10 حتى 1 اللي هي المنتنس طب اذا قالك المانيا يبقى في الحالة دي من 8 من 10 حتى 1 من 12 يبقى الحد الان قلنا سؤالين في غاية الاهمية اليوكوسايتوزيس وتركيز الدواء في الدم في لحظات المانيا وفي لحظات المنتنس اللي هي الاكتئاب لو السؤالين دول واضحين زي الشمس اكتب لتنين عشرات يلا يا باش بيقولك concentration response data are based on 12 hour response concentration to order level in the morning 12 hour after the last evening dose اه يعني بيقولك ايه بيقولك ما ينفعش واحد ياخد الحباية ويقوم بعدها بساعة ولا اتنين نهما قالين طب يلا خد عيينة من الدم عشان نشوف التركيز او الconcentration في الدم عامل ازاي غلط امال ايه انت بتدي الدوز وتصبر اتناشر ساعة عشان تشوف الconcentration في الدم عامل ازاي يبقى لكي تقيس الconcentration في الدم يجب ان يمر اتناشر ساعة على اخر حباية انت خدتها ومحتاج تعرف من بعدها تركيزه عامل ازاي لذلك افرض انت غيرت الجرعات يبقى بعد تلت ايام هتقيس طب بعدアما خد الحباية بعد تلت ايام او كل يوم بياخد خد حبات اليوم الاول خد حبات اليوم التاني خد حبات اليوم التالي طب حبات اليوم التالت خدها شوف اخر حباية خدها امتى وايس بعدها باتناشر ساعة مع ودها بيقولك ممكن تتخذ على كل اتناشر ساعة او كل تمن ساعات تمامydiه فلو العيان مسختشر كل 12 ساعة تاخد عينها من الدم بعد الحباب 12 ساعة هو ده المقصود يعني وإيه بقى بيقولك الصح أنك تاخدها في الصبح مش بالليل يعني كل 12 شهر كل سنة أو كل 6 شهور بتاخد عينها من الدم عشان تشوف الرين الفانكشن تستعمل ازاي والثيرويد عامل ازاي وبرضو بتاخد ايه عينة بول لو جدت بص كده هتلاقي إن الحاجات دي بتعملها قبل لبداية الليثيوم زي ما اتفقنا وترجع تعيدها تاني بس لما بتجي تعيدها بتعيدها كل 6 شهور مثلا بيقولك Adverse effects are common with lithium and are most common during syrup initiation or after those changes يعني القصار الجانبية بتتلاحظ لما الجرعة بتزيد أو في أول كام يوم استعمال الليثيوم في حياة هذا المريض بتظهر القصار الجانبية دي بس فيه ما بعد بتخف كتير تعب القصار الجانبية زي ايه بقى القصار الجانبية هنا موجودة راش حساسية سورييسس حكة جمدة صدفية تريمور رعشة في الإيد سينستوكسيستي اجتيشن تحسين هوم تلوم خربط ونرفوز شوية نوزيا غمامة النفس ترجيع إسهال هايبوسيروديزم مستوى الغدة الدرقية بحصل في خلال عشان كده لو تفتخر كنا ايه بنشوف وضع عامل ازاي صح؟ وكل ستة شهور كنا بنشوفها عاملة ازاي تاخد بالك اهو هايبوسيروديزم بوليديبسيا اللي هو ايه بتخلي المريض يجيب يورين كتير فهو ده بقى المعضلة يقولك المريض اللي بياخد الليسيوم تلاقيه بتخل حمام كتير وبيشرب كتير فهو ده بعمل بيليوريا اللي هو بيخليها تبول بكثرة عشان كده برضه كنا بنعمل يورين أناليسيز قبل بداية الليسيوم تمام؟ وممكن تقرره كل ستة شهور برضه اللي هو برضه بيخرب ايه؟ بيخرب الكالية عشان كده كنت بتشوف اهو بنعمل رينالفونكشن قبل بداية العلاج وكل ستة شهور ليه؟ لانه ممكن برضه يووز الكالية وتراتوجينيستي بتتبع برضه حوار التراتوجينيستي اللي هو ايه؟ اللي هو يعمل تشوهات جانينية عشان كده كان مطلوب ان احنا نعمل اختبار حملة كل شهر عشان لو لقطنا في لحظة ان هي حملت تقوم وقف الليسيوم ده فورا فورا يتوقف ممنوع في الحمل فلو جدت بص كده هتلاقي ان الحاجات قريبة من بعضها صح كده ولا لا؟ يعني لو جدت اخدها من تحت كده الفوق تراتوجينيستي ده اثر جانيبي صح؟ تم انت احافظ فوق ان هو بنعمل لقى بريجنانسي تيست فربط كده اللي اتنين وبعض هتلاقوهم جايين مع بعض يبقى انت بتحفظ مرة واحدة ومش مضطرة تحفظ كتير يبقى اه بعمل بريجنانسي تيست عشان هو تراتوجينيستي وبعمل رينال فانكشن بشوف وظيفة الكلي عشان بيئزكيلي ومش شرطة تحفظ المصالحات دي بس يحفظ ان هو بيئزكيلي وبيجيب يورين كتير وبعمل سيرويد فانكشن عشان ممكن يأثر على وضة الدرقية ويعمل فيها خمول وايه تاني وهتعرف دلوقتي انك بتعمل ECG عشان هو ممكن يعمل خربطة في في كهربط القلب بيعمل حاجة اسمها بروجيادة صندروم تمام؟ فبعمل برضو ECG عشان اشوف هل بيعمل خربطة في كهربط القلب ولا لأ؟ تمام؟ ايه تاني؟ بس جده هما دول اشهر حاجات تعمل تشوفه تمام؟ اه وتعرف برضو انك بتعمل CBC اهو عشان ايه؟ الليكوسايتوس دي برضو ايه؟ عرفنا لانه برفع قرات الدم البيضاء في الدم طيب ايه بقى الليسامتوكسيستي؟ الليسامتوكسيستي ده مقصود بيه ان واحد خد جرعات كتيرة في فترة ديئة تفهم جايله؟ سمية طيب السمية دي عبارة عن ايه؟ بقولك include lethargy وهن core tremor ايه بترتعش جامد واخد بالك confusion دماغهم خربطة seizures تشنجات كومة غيبوبة may even result in this ممكن يحصل خالة جامد في كهربط القلب حاجة اسمها بروجالا صندروم تقومه موتة بمناسبة البروجالا صندروم ده للأسف خلاص بقى عديها الحتة كنت راحك لكم قصة كده بس القصة ايه؟ صعبة شوية على قلبي فبلاش هعديها بيقولك patients who present to urgent care on lithium therapy should always be monitored for lithium toxicity before any medication adjust are made هنا بقى من المعلومات المهمة جدا دي بتاع السؤال على فكرة يجي يوم يقولك ايه؟ يقولك مريض بياخد ليثيا وجاي النهاردة عنده اعراض ذهنية حد هي دي اكتر حاجة مميزة في الليثابتوكسيستي انه هو تلاقي ايه؟ confusion مخربط كومة دماغه مش مزبطة او دخل في غيبوبة او ايتي قاعدة ترتعش جامد او بتشنج واخد بالك هو ده يعني اعراض ذهنية وحركية غريبة هو ما بيجيش في السؤال يقولك المريض ده عنده ليثيمتوكسيستي عمر ما يقول كده عمره في حياته ما جاب سؤال ليثيمتوكسيستي صريحة مستحيل ولكن من كترة ما انا بشرحه للناس واكد عليهم لما بيجي لك السؤال انت بتلاقي سهل اللي هو يقولك ايه؟ مريض دخلك المستشفى هو مريض بايبولر ودخل المستشفى عنده confusion ودي فيها tremor بترتعش ايه الصح دلوقتي؟ ايه الصح ان انا اعلي جرعة الليثيم اوط جرعة الليثيم احط حاجة على الليثيم ولا اخد عينة من الدم عشان اشوف هل الليثيم وصل للتوكسيستي ولا لا فتكون هي ديجي الاجابة الصحة بيقولك من الحاجات الاكيدة اي مريض ماشى على الليثيم حصل معاه رعشة في ايده او خربطة في مخه ما تعملش اي تغير نهائي في العلاجات بتاعته غير لما تاخد عينة من الدم وتشوفها هل تركيز الليثيم في الطبيعي ولا لا في الطبيعي اللي هو كام ما هو اقصى حاجة في الطبيعي واحد اتنين من عشرة لانه حتى الديبريشن من ستة عشرة حتى واحد في عينة اقصى حاجة في الطبيعي اللي انا قبلها واحد واثنين من عشرة انت عرف المريض بتاع التوكسيستي ده هتلاقي كام هتلاقي اتنين اتنين ونص حاجة اللي هي بشعة فاخد بالك فهو ده الجملة تاني اقرأها patient who present to urgent care or lithium therapy should always should 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 always be monitored for lithium toxicity before 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 any medication adjustment are made اياك تغير جرعة الليثيم لا تقللها ولا تزودها ولا تحط دواء على الليثيم غير لما تاخد عينة من الدم وتتطمن ان هو تركيزه في الدم طبيعي تركيزه في الدم طبيعي اه يبقى ربما يكون الحاجات اللي عنده دي حاجات جانبية اخرى غريبة ما نعرفهاش ممكن بينما وده الغالب ان هي هتكون في الاصل ليثيم توكسيستي وظهرت الحاجات دي انتباعا الى ان تركيزه في الدم عيلة قوي في عينة ما بيكونش باقي عالي عند واحد وثلاثة من عشرة على الحروق كده لا ده بيكون عالي بغباء اتنين اتنين ونص الكلام ده بيبدأ ايه يظهر مع المريض اللي استوعب كلمة should واستوعب كلمة before يكتب لي واحد على الشات يلا يا بيش سؤال انت عن ده طيب بيقولك يعني برضو بيقولك انت ضروري تاخد عينة من الليسيام عشان تشوف الدنيا فيها ايه وبردو تاخد عينة من الدم تشوف مستوى الكريات عاملت زي في الدم مستوى البولينا اللي هي اللي يري عاملت زي في الدم ومستوى السوديوم برضو تباعا عاملت زي في الدم لانه ممكن يؤثر على السوديوم برضو شو بي درون لان ممكن ايه ممكن السومية بتاعة الليسيام تزيد مع خلل مستوى السوديوم في الدم السومية بتاعة الليسيام تزيد مع خلل وظيفة الكليا في الجسم فهو بيقولك تابع بقى الحاجات اللي ممكن تزيد من سومية الليسيام في الدم زي مستوى السوديوم ووظيفة الكليا بقولك اول ثلاث شهور في الحمل ممنوع منعا باتا اعطاء الليثيام ليه تراتوجين طب فيما بعد الثلاث شهور ينفع يتاخد ماينفعش برضو برضو ماينفعش تمام؟ يعني هي صيغة المنع absolute counter indication هو منع مطلق في اول ثلاث شهور طب صيغة المنع في الشهور الباقية counter indicated بس من غير كلمة absolute طب هل معنى كلمة counter indicated ان انا استخدمه يعني؟ لا برضو معناها انك متستخدمهش برضو شوف حاجة تانية آمنة بقولك woman of child bearing age should be consult on its potential effects يعني ايه؟ لو واحدة ماشي عليه وهي معرضة ان هي تبقى حامل في اي وقت تقول لها خلي بالك الليسيام ده مشكلة لو انت حملت عليه risk of discontinuing glyceeam therapy must be weighed against the effects on fetus when making decision regarding glyceeam therapy during the genesis هنا بقى بيكون قرار ملحمي ومصيري شوية مش انا بس اعرفه لك بس انت اللي مش هتاخده يعني اللي ياخد القرار ده الدكتور باستشارة المريضة نفسها بينما انت كصيدال اللي بتعرف المعلومة كده من بره بره يعني انت شايفهم عندين يتفقوا مع بعض ويعملوا ايه؟ وانت بس من بره كده شايف الحوار وفهم هو ماشي ازاي بس اما انت كصيدال عمرك ما تاخد قرارتي كده افرد واحدة حملت وهي على الليثيوم واس فجأة جالها اكيوت مانيا قرار صعب جدا هلو وقف الليثيوم والاكيوت مانيا ده يحصل لها اكساسيربيشن وتزيد لانها لما بتجي مع الليثيوم ما بتجيش هايبو مانيا ما بتجيش مانيا كاملة بتجي هايبو مانيا فانت لو قفت الليثيوم في اللحظة دي هتقوم قلب مانيا كاملة بقى هلو وقف الليثيوم في اللحظة دي عشان الحمل ولا اكمل عليه هنا بقى ايه هي الموازنات بقى لا والله هنكمل عليه عشان المانيا ما تحصلش لا لا ممكن نوقفهم ممكن مش عارف ايه خيارات كتيرة بيكون معضلة الدكتور هو اللي هياخد القرار باستشارة المريض اما انت كصيدالي ما لكش دعوة خالص بالقرار ايه اللي هيتاخد ولا اي حاجة انت بس تعرف ان هي ديا ان هي دي مكان معضلة فكرية بس كتا دا اللي تعرفه اكتر من كده مش مطلوب منك ويبقى كده الحمد لله خلصنا ايه خلصنا الليثي ليثيا ما اعرف في ايه انا ما اعرفش هو شغال ازاي ما اعرفش بس هو نيورو بروتكتور اعرف ان هو احسن حاجة فيه طيب وان بايبولا اعرف ان هو عشان يعالج المانيا فيه اسبوع الاثنين وفي خلال اسبوع واثنين دول باخبطه حونة انت سايكوتك او بينزو دايزبن عشان ازبط الدنيا في حين عشان يعالج الاكتئاب محتاج من شهر الى شهر ونص او من شهر ونص لشهرين كمان عشان يعالج الاكتئاب بتاع ايه البايبولار دا حركية الدواء بيخرج اكتر من الكلية وبياخد له من خمس الى ست ديام عشان يوصل الى التركيز الحلو اللي انا عايزه الجرعة المبدئية من ستة مية لتسعمية مقسمة على كذا جرعة الجرعة من ستة مية لتسعمية في حين التركيز من تمانية على عشرة حتى واحد واثنين على عشرة في المانيا من ستة على عشرة حتى واحد واحد في المنتنس او الدبلش ايه التستات اللي اعملها قبل بات اللي سيام عينة دم واشوف فيها السي بي سي بتاع العينة عامل ازاي الالكتروليات عامل ازاي فوظفة الكليا عاملها ازاي الغضة الدرقية عاملها ازاي اخد عينة بول اشوف اليونة الانسس وضع ايه ولو في ميل بالمرة اشوف هل هي حامل ولا لا الاي سي جي عشان اشوف وضع كهربة القلب عامل ازاي حلو الكلام حلو الكلام كلام ده بقى يتكرر كل ستة شهور خاصة ايه الرينال فانكشن السي رويد فانكشن واليونال الانسس الاثار الجنابية بتاعت اللي سيام ايه زي اللي انت حفظته في التستات اه بعمل اختبار حامل ليه عشان هو وطرته جاني بعمل وظيفة كليا ليه عشان بيئز الكليا بعمل غضة درقية ليه عشان بيئز الغضة الدرقية وعمل هايبو سي روديزم اه اه بالاضافة الى احفظ بقى ان هو بعمل حساسية شوية غممان نفسه واسهال حاجات بسيطة اللي سيام توكسيستي اه دماغه مخربطة ويه ايه دي بترتعش اعمل ايه لازما قبل لما تعمل اي حاجة قبل قبل كل شيء بفور ااخد عينة من الدم اشوف وضع التركيز عامل ازاي اذا الايه ده اكتر من واحد اثنين من عشرة بشكل كبير بقى في الحالة دي اسمها ليسيام توكسيستي رسمية هنا لازما توقف اللي سيام فور طب اذا ما لقيتش كده يبقى ايه مش ليسيام توكسيستي ويكمل ليسيام عادي والليسيام تعرف ان هو تراتوجينيك وممنوع ما انا عن بطن في اول 3 شهور اللي حافظ معايا الليسيام يكتب لي تسعات كتير عشات الله اكبر الله اكبر اللي حافظ كل الليسيام يكتب تسعات كتير عشات الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر